موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم اهلا بكم والقناة المتجدد مع مورا الاحداث وحالة النهاردة الاثنين 11 مارس 2019 نقصف طبعا للحادث اللي حصل حادث سقوط وتحطم الطائرة الاثيوبية اللي كان على متنها 157 149 كان ركاب و8 اللي هو طاقم الطائرة الحقيقة الطيارة من نوع بوينج 737 ماكس 8 ودي مش اول حادثة لنوع الطيارة دي كان فيه من حوالي شهر اكتوبر تقريبا حادثة اخرى لطائرة اندونيسية كانت برضو سقطت بعض الاقلاع ب13 دقيقة الطائرة الاثيوبية سقطت بعض الاقلاع ب6 دقايق وبقول تاني يا بوينج 737 ماكس 8 مأساة بكل المقاييس لانه الاشخاص اللي موجودين على الطائرة دي ال 157 ينحدرون من 35 دولة يعني لكم ان تتخيلوا كم البيوت في كام دولة في 35 دولة اللي طبعا فقدوا زويهم وقد ايه فعلا كانت يعني فعلا صدمة صدمة كبيرة جدا جدا في قصص للتوفو في عندنا 6 من مصر في عدد كبير من اسيوبيا الاعداد دي ممكن كانت متقسمة على 35 دولة بشكل مثلا هنقول انه 32 من كينيا 18 من كندا 9 من اسيوبيا 8 ايطاليين 8 صينيين 8 امريكي من امريكا 7 بريطانيين 7 فرنسيين وزي ما قلت لحدكم 6 مصريين 5 هولنديين 4 هنود و4 اشخاص من سلوفاكيا وفيه بقى كان 3 من كل من النمسا والسويد وروسيا 2 من كل من المغرب واسبانيا وبولندا واسرائيل السعودية كان فيه شخص يعني 35 دولة يا جماعة وكل الدول اللي اختلفت الاعداد اكتر عدد هو كان من كينيا 32 من كينيا الطيارة دي كانت اتحركت الصبح الساعة 8 حاجة واربعين تقريبا كانت حركت من مطار قديسة بابا وكانت رايحة للعاصمة الكينية نيروبي واللي حصل انه علامة هذه الطائرة كان مجموعة كبيرة من العلماء واللي كان مجموعة تابعين للامم المتحدة كانوا رايحين يحضروا مؤتمر في نيروبي عشان كده انتونيو جوتيريش اعرب عن تعزيه فيه دحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة حيث اعرب الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش عن تعزيه العميقة لعائلات زاوية ضحايا الطائرة الاسيوبية واللي كان منهم موظفه الامم المتحدة وكان متحدث باسم الامين العام للامم المتحدة القبيان وقال ان طبعا يعني في الامم المتحدة كلها اكترها او يعني شعرت بحزن عميق بعد سماع نبق تحطم الطائرة المأساوي واللي وقع في قديسة بابا واللي كان على متنه مجموعة كبيرة من الامم المتحدة كانوا رايحين عشان يحضروا مؤتمر عن البيئة المؤتمر ده يبدأ اليوم الاتنين وطبعا جوتيريش كان بيقول انه مش عارف عبر عن مشاعر الحزن وبعلن الموساة لزاوية ضحايا وللشعب وللحكومة الاثيوبية بما في ذلك موظفي الامم المتحدة المشاهد لحضراتكم شايفينها ده ده من مكان سقوط الطائرة اللي كان على بعد تقريبا يعني زي بقول لكم مسافة مثلا ستين كيلومتر لان هي بعد ما اقلعت بست دقايق حصل الهبوط شهود العيان كانوا بيقولوا انه الهبوط كان عنيف جدا انهما شافوا هبوط بشكل عمودي تقريبا وانه الهبوط اللي بالشكل ده هو اللي قدى الى تحطم الطائرة بالكامل شفتوا كده بعض الاجزاء لو حضراتكم خدتوا بالكم اجزاء بسيطة جدا اللي كانت حتى من من الصاج الطيارة نفسه يعني هتشوفوا اجزاء كده كانت بسيطة جدا جدا يعني اللي تبكت من هذه الطائرة اسيوبيا اعلنت الحداد الوطني وعلى طول ابي احمد كان طلع في التلفزيونات في التلفزيون واعرب عن ايضا حزنه واعرب عن مواساته وتعزيته لكل اللي كانوا لكل اسر الضحايا اللي كانوا على متن هذه الطائرة الاسيوبية كمان كوريا الجنوبية اعلنت عن تعزيها في ضحايا تحطم الطائرة الاسيوبية البرلمان الاسيوبي اعلن عن الحداد 24 ساعة اسيوبيا نفسها اعلنت عن الحداد الامم المتحدة نكست علامها حدادا على مصرع 19 من موظفيها يعني كان على متن هذه الطائرة 19 من موظفيها انتشر هذه المقاطع من الفيديو اللي قيل عنها انها في بعض في مواقع اسيوبية وانها اخر دقيقة قبل سقوط الطائرة ما حدش اكد ولا نفع هذه المعلومة يعني احنا لقينا ده منتشر وبيقال كانوا كاتبين عنه انه اخر دقيقة قبل تحطم الطائرة لكن زي بقول لحضراتكم طبعا هو قائد الطائرة كان بيحاول يتواصل مع البرج وبعد كده انقطعت انقطعت الاشارات من على الرادار ولكن عشان كده هنا كل الكلام بيتقال انه في حاجة في موديل هذه الطائرة اللي على فكرة بتستخدم في اماكن كتير ولكن بعد هذا الحادث الصين واسيوبيا ودول كتير من اللي كانت عاملة صفقات عشان تشتري الطائرة البوينج دي 737 ماكس 8 او اللي هي بالفعل اشتريتها قالوا انه احنا مش نمشيها لغاية ما يتم الكشف عن سبب لانه السبب بالنسبة للطائرة الاندونيسية اللي سقطت في اكتوبر بعد 13 دي من الاقلاع نفسه نوع الطائرة دي ما كانش فيه حاجة واضحة اعلنت فدلوقتي السنديق السودة اللي خاصة بهذه الطائرة تم العثور عليها والمفترض انه طبعا الكل في انتظار ان يفهم ما الذي حدث ايه الخطأ اللي فيه هذه الطائرة بالتحديد اللي ادى الى انه تسقط هذا السقوط الفضيع بعد اقلاعها بست دقائق رئيس وزراء اسيوبيا وزي ما شفت موقع الحادث وما بسرعة قدروا يكتشفوا الموقع اتنقلت عربات اسعاف اتنقلت قيادات كتير للموقع كمان رئيس وزراء اسيوبيا كان انتقل لموقع الحادث وطبعا اكد كل الدعم لعائلات الضحايا يعني زي ما حضراتكم شايفين برضو كان بيأكد الدعم يعني دي ممكن صورة ارشفية عموما كمان انه زي ما برضو قلنا انه بتحاول الخطوط الجوية الاسيوبية وبيحاول الجانب الاسيوبي انه هو يدعم اسر الضحايا عن طريق مثلا تم الاعلان عن انه الخطوط الجوية الاسيوبية هتتكفل بنقل جسامين الضحايا المصريين الى القاهرة الضحايا المصريين ستة ومعتبرين انهم في منهم علماء لانهم كانوا رايحين علشان يحضروا المؤتمر اللي كان في نيروبي تابع الامم المتحدة السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية لشؤون الكنسلية والمصرية في الخارجية قال ان صفارة جمهورية مصر العربية في قديسة بابا بتتابع بالتنسيق مع السلطات الاسيوبية كافة الاجراءات المتعلقة بانتشال جسامين ضحايا ضحايا طائرة الخطوط الاسيوبية ونقلها الى العاصمة قديسة بابا حيث من المنتظر ان تستمر العملية دي حتى نهاية الاسبوع ومن المتوقع ان تستغرق عملية التحقق من الهويات للضحايا ما لا يكل عن سلاسة اسابيع وهيتم الاستعانة بخبرة دولية في هذا الصدد وانه الخطوط شهادات الوفاء للضحايا بالتنسيق مع الجهات الاثيوبية المعنية تم الاعلان والكشف ده كان برضو قال ان هيتم الاعلان عن اسماء الضحايا النهاردة وهم دعاء عاطف عبد السلام سوزان محمد ابو الفرج ناصر فتحي العزب دوبان اشرف محمد عبد الحليم التركي وعبد الحميد فراج محمد مجلي وعسمة عبد السطار طه عرنسا دول الستة اللي هم المصاب عفوا انضحايا المصريين من الطائرة يعني العالم كله فقد 157 من 35 دولة اعتبروا في مصر ان سلاسة من علماء مركز البحوث الزراعية والصحراء بوزارة الزراعة استشهدوا في هذا الحادث اثناء توجههم في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للانتاج الحيواني والنباتي كان المؤتمر ده في العاصمة الكينية نيروبي وهم زي ما حضراتكم شايفين الصور دكتور اشرف تركي رئيس التصنيف مع دقات النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وباحثين مساعدين في مركز من مركز بحوث الصحراء المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الانتاج الحيواني بننعي اثارهم وبننعي اثار كل الضحايا دعاء كانت كتب عنها الحقيقة انه كانت اول ضحايا تم الاعلان عن صورتها وسادت الحزن او حالة من الحزن بين اهالي مدينة واحد الخارجة في الوادي الجديد عقب تأكد انباء مسرع دعاء عاطف عبدالسلام بنت محافظة الوادي الجديد دعاء تسكن في حي الظهور بمدينة الخارجة كانت قد حصلت على درجة الماجستير العام الماضي تعمل باحثة في مركز بحوث شهداء العلم دعاء نجلت المهندس عاطف عبدالسلام حجازي مدير الإدارة الزراعية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اخر كلمات دعاء كانت على صفحتها على موقع تواصل اجتماعي كانت بتكلم عن الموت الموت بييجي في لحظة فكانت يوم 25 يناير بتقول روحوا قولوا للي بتحبوهم دلوقتي صاحبتك قد أنت بتحبيها وحشاكي سواء كان بينكم مشاكل أو لأ روحوا قبلوا حد ما شفتهوش من مدة طويلة بلاش تقولوله فكك خلينا واتساب أو بكرة احضن امك وقول لها ناسف على كل لحظة عدت ما زعالك فيها خدي بنتك في حضنك وقول لها ناسفة اني بربيك بشكل غلط على سبيل الامان صلوا صلوا كتير ادعوا ربنا يغفر لكم على كل الايام اللي ما كنتوش قريبين منه فيها ما تقولوش مكسل دلوقتي أو بكرة روح اجري وراح حلمك وحققوا ما تيقاسش وتقول بعدين روحوا صلحوا بعض مهما كان اللي حصل بينكم انا اكتر واحدة كانت ضد موضوع المسامحة ده الموت بييجي في لحظة ما تقولش لا لا موت ايه بس لسه بدري ما تقولش لا اكيد مش هموت بكرة يعني هبقى اقوله بكرة على انك انت لما تيجي تقول الحد يعني آسف ما تقولش كل الكلام ده عايزين حاجة عملوها ما تأجلوش اي حاجة مهما كانت بسيطة او لا ما تأجلوش الموت ملهوش سن ولا وقت في لحظة كل حاجة بتتغير ويا سبحان الله يعني بصوا الكلام ده وفعلا في لحظة كانت دعاء يعني توفت للأسف في هذا الحادث الصعب جدا يعني عبد الحميد فراج 27 سنة لقحت فيه على متن الطائرة وهو ابن البحيرة مركز حوش عيسى مركز حوش عيسى كان في طريقه النايروبي في رحلة علمية اسرته عرفت بخبر وفاته ضمن ركاب الطائرة وطلبت الخطوط الأسيوبية من الأسرة سفر أحد أقاربهم الدرجة الأولى علشان يتم التعرف على الجثة وعمل تحليل الـDNA اللي أكيد هيتطلب هذا الأمر طبعا أشرف تركي أشرف تركي هو رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وكنا شفنا من شوية الصورة اللي فيها التلاتة أشرف ودعاء وعبد الحميد وأنهم التلاتة اعتبروهم شهداء العلم كمان عسمة عرنسا وسوزان أبو الفرج مترجمتان مصريتان تعملان بالترجمة الفورية في الاتحاد الإفريقي وكانت استقلت الطائرة من قديسة بابا علشان رايحين للعاصمة الكنية نايروبي في مهمة عمل وطبعا بننعيهم كمان ناصر فتحي مبرمج وقاب لثلاث أبناء وعنده وخمسين سنة زي مولت لحضراتكم عنده ثلاث أبناء كان بيعمل كمبرمج في بنك مصر يقيم بين القاهرة وأثيوبيا وكان في طريقه إلى كينيا لحضور مؤتمر خاص بالتكنولوجيا لمدة يومين يعني كان فيه عدة مؤتمرات كان فيه موضوع المؤتمر العلمي اللي تبع الزراعة كان فيه مؤتمر عن البيئة كان فيه مؤتمر عن التكنولوجيا كان كلهم رايحين للعلم يعني وطبعا بنعزي كل الأسر كمان النمسا أكدت مقتل ثلاثة من مواطنيها في حادث تحطم الطائرة الأثيوبية وزي ما قلت لحضراتكم أننا قلنا العداد يعني أكتر عدد هو كان من كينيا وكمان بجانب النمسا ثلاثة معطنين واشنطن أكدت أنه فيه تمانية أمريكيين في حادث تحطم الطائرة الأمريكية السعودية أيضا أعلنت عن وفاة أحد معطنيها في الحادث السفير السعودي في أثيوبيا عبدالله فالح العرجاني قال في تصريح وكان سيتوجه إلى كينيا قبل العودة إلى المملكة وهو رجل الأعمال سعد خلف المطيري أيضا بنونعي كمان البعثة السودان في قديسة بابا أعلنت عن وفاة أحد مواطنيها يدعى هشام عبدالقادر أبو كلام عنده 35 سنة وكان يعمل طبيبا بيطريا خريج جامعة الجزيرة في قسم الإنتاج الحيواني كان قد حصل على درجة الماجستير من جامعة السودان العالمية وكان في رحلة عمل إلى كينيا وانتشرت صورته على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي اللي حرس مستخدميها على الدعاء له توجيه رسائل الموساء إلى أهله يمني مقيم في كينيا أكدت تقارير إخبارية محلية في اليمن وفاة رجل الأعمال اليمني المقيم في كينيا عبدالجليل غازي في العقد الخامس من العمر ونشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قالوا أنه هو أحد رجال الأعمال في كينيا ينتمي لمحافظة زمار وسط اليمن لديه أطفال أكبر عمرا يبلغ 15 أكبرهم عمرا يبلغ 15 سنة ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية مسؤول حكومي صومالي أيضا كان من ضمن الوفيات حيث علنت الحكومة الصومالية وفاة عبدالشكور محمد شهاد أهد مسؤولي مكتب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في حادث تحطم الطائرة الأسيوبية رئيس وزراء الصومال قدم تعزيه لعائلة الضحية والحكومة أعلنت أيضا عن وفاة ستة صوماليين آخرين يحملون الجنسية الكندية احتسبوا من بين 18 كندي لقوا مصرعهم في الحادث يعني زي ما بقول حضراتكم زي ما أنتم شايفين مأساة في عدة دول 35 دولة وكلهم كان منهم العلماء منهم رجال الأعمال منهم المتميزين في أعمالهم كمان أيرلندا كانوا من الأمم المتحدة يعني أيرلندا كان فيه أعلنت اسم أول ضحايا حادث طائرة أسيوبية وكمان أنه اتقال أن هما كان من ضمن اللي هما التسعتاشر اللي بيشتغلوا في الأمم المتحدة كان فيه بقى قصص لمن نجوا من هذا الحادث وده إرادة ربنا يعني الحقيقة فيه رجل يوناني كان قال أنه كان من المفترض أن يستقل الطائرة الأسيوبية لتحطمت ولكن وصل لبوابة الركوب بعد دقيقتين من إغلاقها ما حالة دون ركوبه يعني يا سبحان الله ده بعد دقيقتين مش الركب الوحيد على فكرة فيه ركب تاني ناجه هنتكلم عنه بس الفكرة أنه أنه هو كتب المنشور بتاعه على الفيسبوك مرفقا ببطاقة باي لكي داي وقال أنه هو عن القدر اللي أنقذهم الموت ورجل الأمن اللي قال له لا تحتاج واشكر الله لأنك الوحيد اللي لم يكن على متن الرحلة مستكتبا آلاف المشاركات فيه واحد تاني على فكرة مش هو بس التاني أحمد التاني أحمد خالد وأحمد كان الحقيقة برضو كان جاي من دبي علشان يطلع على الطيارة دي واللي حصل أنه كانت يعني الحقيقة تأخرت الطيارة بتاعته اللي كانت جاية من دبي تأخرت ونتج عن كده أنه هم قالوا أنت تركب بقى الطيارة بتاعة الساعة 11 والحقيقة كانت برضو قصة وراء الموضوع ده لأن والده إزاي عرف أنه هو يعني الأول والده كان تم إخباره بأنه ابنه كان يعني المفروض هياخد الطيارة دي وأنه ها كده ابنه فيه من الناس اللي هما توفوا لكن الحقيقة اللي حصل أنه بعد شوية هو كلمه يعني أحمد كلم والده السيد خالد وقال له أنا يعني إرادة ربنا والقدر أنه أنا اتأخرت اتأخرت الطيارة وأنه يعني أنا يعني اتكتب لي عمر جديد وكان أخذ الطيارة اللي بعد كده والتقى بوالده وكل وسائل الإعلام برضو كتبت عن نجاة أحمد يعني الحقيقة فعلا يعني زي ما بقول لحضراتكم القدر وأنه يعني بيكون فيه معجزات بتحصل فيه طبعا ناس زي ما شفته كده دعاءه كانت بقيه على الموت فواضح بتاخد وبتحسد أرواح عديدة جدا كان طبعا موضوع بقى ثارت الجدل حولها بوينج ويمكن عندنا تقرير من سكاي نيوز خلينا نسمعوا مع حضراتكم لأنه موضوع أنه الطائرة دي دي تاني حدثة في خلال يعني شهر اكتوبر ودينا في شهر مارس إيه اللي ورا الطيارة دي إيه اللي حاصل في إيه ولازم بوينج تعلن بشكل واضح عن إن كان هناك عيب فني في هذه الطائرة في تصنعها في إيه اللي بيحصل إنه طائرة اندونيسيا تقع بعد 13 دي من إقلاعها والطائرة الأسيوبية دلوقتي تقع بعد 6 دقائم من إقلاعها هم الاثنين مشتركين 737 ماكس 8 بوينج 737 ماكس 8 مطار نيروبي كينيا ساعات كثيرة قضاها المشتقبلون عند بوابة المطار في انتظار عودة أقربائهم من إثيوبيا طال بهم الانتظار وحيرتهم الأسئلة التي لم يجدوا لها أجوبة شافية من سلطات المطار علم بعضهم لاحقا بتحطم الطائرة من الصحفيين ومن وسائل التواصل الاجتماعي فجاء النبأ الفاجع جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم وعددهم 149 وثمانية هم أفراد الطاقم سقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وهي من طراز بوينج 737 ماكس الجديدة بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار بولي في أديس أبابا متجهة إلى نيروبي وتحطمت في منطقة بشفتو على بعد 48 كم جنوب شرق المدينة بموقع الحادث مشاهد مأساوية وقد أضحت الطائرة قطعا كثيرة متناثرة واحترقت بشدة وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية إن ركاب الطائرة ينتمون إلى 35 دولة بينهم عرب لا تعرف أسباب الحادث بعد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعرب عن حزنه العميق لتحطم الطائرة وأكد أنه أجريت الصيانة الأولى لها في الشهر الماضي بعد استلامها قبل أربعة أشهر فقط كما أشار إلى أنها كانت جديدة وبلا أعطاب وأن السجل قائدها يتضمن 200 ساعة طيران محمد نور محمد نور محمد نور محمد طيار بوينغ 737 ماكس 8 هو موظف في الخطوط الجوية إثيوبية لديه أكثر من 200 ساعة طيران بعد استلام الطائرة أجرينا الصيانة الأولى في الرابع من فبراير عام 2019 كانت طائرة جيدة بلا عيوب وقد عزت شركة بوينغ المصنعة للطائرة أثار الضحايا وقالت إنها مستعدة للإسهام في التحقيق والطائرة المنكوبة هي من الطراز الذي سقطت واحدة منه في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول عقب إقلاعها من جاكارتا وهو ما أسفر عن مقتر جميع ركابها وتعتبر بوينغ ماكس الجديدة رابع طراز تصنعه شركة بوينغ الأمريكية التي نقلت طائرتها ملايين مسافرين سنويا عبر العالم منذ ستينيات القرن الماضي وقد أعيد تصميم الطراز الأخير لجعله أقل استهلاكا للوقود لكن الحادث الأخير سيثير بلا شك قلقا شديدا لدى المسافرين ومسؤول صناعة الطيران ثمت أسئلة ستطرح الآن من قبيل ما هي معايير السلامة بعد تحطم طائرتين من الطراز ذاته خلال خمسة أشهر فقط ولماذا تسهق كل هذه الأرواح مرة أخرى طم الطائرة المنكوبة بوينغ 737 ماكس 800 هنا على بعد 63 كيلو مترا من مطار العاصمة الأثيوبية وقعت الكارثة لم يمضي سوى 6 دقائق فقط على إقلاع الطائرة المنكوبة من مطار بولي الدولي في العاصمة أديسابابا حتى بعث قائدها بنداء استغاثة لسلطات المطار بعد أن واجه صعوبات في التحليق طالبا السماح له بالعودة 157 راكبا من 33 دولة هم جميع من كانوا على متنها لقوا حتفهم بعد وقت قصير من إقلاعها من أديسابابا متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي وتعد طائرة بوينغ 737 ماكس من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطورا إلا أن شركة بوينغ تعرضت مؤخرا لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في هذا الطراز من الطائرات التي دخلت الخدمة عام 2017 ففي أكتوبر من العام الماضي تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الطيران الاندونيسية في بحر جافا مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 راكبا ولم يتوصل المحققون حتى هذه اللحظة إلى سبب تلك الفاجعة حينها وجهت اتهامات لشركة بوينغ بخصوص هذا الطراز من طائراتها تفيد بأن العديد من تقنياتها تعاني من خلل في التحكم ومشكلة في تزويد أجهزة استشعار الطيارين بمعلومات غير متناسقة والقاسم المشترك بين الحادثتين أن الفاجعة الأولى وقعت بعد ثلاثة عشرة دقيقة فقط من إقلاع الطائرة الاندونيسية فيما سقطت الطائرة الأثيوبية بعد ست دقائق فقط على مغادرتها مطار العاصمة أديسة بابا مما يعني أن الحادثتين وقعتها بعد دقائق قليلة فقط على الإقلاع رغم أن الطائرتين إذن هناك علامات استفهام طبعا عثروا على الصندوق الأسود زي ما اسمعتم التقرير التاني أنهما لما عثروا على الصندوقين الأسودين بالنسبة للطائرة بتاعت اندونيسيا اللي كانت بعد ما أقلعت ب13 دقيقة أو سقطت ما وصلوش لإيه السبب بالزبط يعني ودي حاجة تقلق الحقيقة دلوقتي كمان هم عثروا على الصندوقين الأسودين بالنسبة للطائرة الأثيوبية المنكوبة واعتقد أن ما كانش صعب وزي ما شفته يعني بسرعة تم الإعلان عن العصور عليهم ولكن يبقى التساؤل إيه اللي تسبب أن الطائرة دي تسقط بعد 6 دقائق وأن الطائرة من نفس النوع بوينج 737 ماكس 8 اللي برضو في الأندونيسيا وسقطت بعد 13 دي من أقلعها إيه العامل المشترك إيه اللي خلت طيارتين دول يقعوا واللي طبعا بناء عليه كانت شركة بوينج عملت كانت علاقة أول تعليق على فجاعة الطائرة طائرة الخطوط الجوية الأسيوبية اللي تحطمت الأحد وخلفت مقتل 157 متحدث بوينج في بيان أرسله إلى رايترز بالبريد الألكتروني قال أنه لا حاجة حاليا لإصدار إرشادات جديدة للشركة المشغلة لإطراز طائرة المنكوبة 737 ماكس 8 وذلك استنادا للمعلومات المتاحة حتى الآن وتابع المسؤول في شركة بوينج أن السلامة هي أولوياتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعني بالطبع طبعا لما تكون بيتم العصور على صندوقين الأسودين بيكون فيه فريق عمل من الشركة ومن متخصصين على مستوى العالم علشان خاطر زي مش فكرة بس أنه عشان الضحايا هنا مثلا 35 دولة لا لأنه المفترض معروف أن الطائرات هي أأمن وسيلة للتنقر فكون تحصل حوادث دي ومن تراز معين بعينه أعتقد ده محتاج أن احنا نفهم كلنا وكل العالم يعرف إيه المشكلة وإنه لازم يلاقوا إيه هي المشكلة وإنه هما يحاولوا بشكل سريع جدا إنه هما يحلوها لأنه المفروض أن الطراز ده طراز حديث وتعمل علشان خاطر إنه يعني زي ما سمعته كده برضو في التقرير اللي كان من الجزيرة إنه تعامل علشان يوفر في الوقود يعني طب إيه؟ إيه اللي حاصل؟ إيه اللي خلى حاجة زي كده تحصل؟ هل التقرير كيف تحطم التقرير الأسيوبية ده بتاني مش معرضناهوش مش كده؟ زميلي؟ طيب نشوف برضو هنا يمكن نشوف معلومة جديدة ولكن زي ما بقول لحضراتكم مش هتبقى فيه معلومات رسمية هنصل إليها غير لما يتم تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين ويتعرض كل ده على لجنة متخصصة ونعرف يعني وأتمنى أنه يتم تكشف عن أي حاجة مش زي طائرة أندونيسيا اللي ما تعرفش عنها حاجة لغاية دلوقتي من هذه الطائرة والتي تستخدم عادة للرحلات القصيرة عمر هذه الطائرة الإثيوبية تحديدا هو أربعة أشهر فقط استلمتها الخطوط الإثيوبية في نوفمبر العام الماضي كانت مجدولة لإتمام رحلة من مطار أديسابابا بولي الدولي إلى مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة الكينية نايروبي رحلة لا تتجاوز مدتها نحو ساعتين فقط كان على متن الطائرة 149 راكبا من 35 جنسية على الأقل وطاقا مكون من 8 أشخاص الطائرة أقلعت من مطار بولي في الساعة الثامنة والنصف صباحا ولكن بعد 6 دقائق اختفت من على شاشات الرادار وانقطع الاتصال بالطائرة ليتضح بأنها تحطمت تحديدا على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أديسابابا قرابة مدينة بيشوفوتو الصغيرة هذا مشاهدين هو الثاني حادث يتعلق بطائرة البوينغ 737 ماكس الأول كان في شهر أكتوبر من العام الماضي لخطوط لاين الجوية وقتل فيها 189 راكبا وآخر حادث مميت للخطوط الجوية الإثيوبية كان في العام 2010 جميعنا نذكر تلك الطائرة عندما سقطت الطائرة في البحر المتوسط بعد 11 دقيقة من إقلاعها من مطار بيروت الدولي عمرها كان أربع شهور وعمر الطائرة الأندونيسية برضو كان ثلاث شهور يعني فيه حاجات كتير مشتركة الحاجة في محلل طائران ومقره في جاكارتا اسمه جيري سوجاتمان كان قال في تصرحات لموقع بي بي سي البريطاني أن الطائرة تتميز بأن محركها يقع إلى الأمام قليلا وأعلى قليلا بالنسبة إلى الجناح مقارنة بالنسخة السابقة من الطائرات البوينج وإن ده ممكن يكون هو اللي أثر على توازن الطائرة وبالتالي زي بقول لحضراتكم دي كلها تحليلات ولكن يبقى أن احنا في انتظار السبب الرئيسي في سقوط هذه الطائرة اللي يعني لو قرنتوا هتلاقوا الطائرة الحالية أربع شهور يا دوبك مستلمينها من أربع شهور بعد ما أقلعت بست دقائق سقطت وإن هي مش مفترض أن يعني حتى الرحلة كانت رحلة قصيرة الطائرة ومات على ماتنها 157 الطائرة الثانية بتاعت أندونيسيا كانت يا دوب مستلمينها من ثلاث شهور وبعد ما أقلعت ب13 دقيقة سقطت إذن أو سقطت فإذن في هنا مشكلة في أكيد مشكلة محتاجين الشركة الأمريكية بوينج إن هي تعلن عن يعني بكل شفافية عن يعني فحوة هذه المشكلة بناء على تكرار الحادثتين دول في وقت قصير أسيوبيا أوقفت أسطول طائرات بوينج تراث 737 ماكس وحيث أعلنت الخطوط الجوية الأسيوبية إقاف أسطول بوينج تماماً عن الطيران وذلك في أعقاب هذا الحادث أيضاً أسطول أعلنت عن أنها علقت استخدام طائرات بوينج 737 بعد حادث تحطم الطائرة الأسيوبية يبقى زي ما قلت لحضراتكم طبعاً بنقرر وبننعي كل يعني كل فعلاً التوفى على متن هذه الطائرة وزي ما قلت لحضراتكم أنه الستة المصريين طبعاً بننعيهم جميعاً كل التوفى مع قصصهم يمكن آخر حاجة بس أحب أقولها أن برضو كان فيه بنت كانت كتب عنها أن والدها كان قال لها أن هي كان تكلمها وقال لها أنها ما تطلعش على يعني ما تطلعش على الطيارة دي ما عرفش بقى كان حاسس ولا كان إيه بس ضبطه وقال لها أنه يعني ما تخديش الرحلة دي وأنا قال أنا عليكي وانت لوحدك ولكن هي عشان عندها مهمة عمل احتمال غالباً هي برضو من فريق الأمم المتحدة فالحقيقة يعني فيه قصص كثيرة بننعي كلهم أغلبيتهم زي ما شفتوا فيه شباب فيه زوج كان فقط زوجته وأولاده على متن هذه الطائرة فيعني بصراحة مأساب كل المقاييس نتمنى أن احنا نصلي من أجل ربنا يدي لكل الأسر اللي راح زويهم ضحايا على متن هذه الطائرة الديوم يا رب العزى والسلام يا ربي يعني حاجة بجد فعلاً طبعاً بتبقى مأساة كبيرة من المأساة للطائرة الأسيوبية إلى مأساة أخرى الأطفال ولما الموضوع بيكون ليه علاقة بالأطفال ما تتصوروش طبعاً ده بيكون قد إيه مدى صعبته نفاجأ بأنه من يومين لقينا استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة 12 رضيع خلال يومين في مركز توليد بالعاصمة إيه ده 12 طفل رضع يدوبك توفوا بعد 24 ساعة من ولدتهم وفي خلال يومين توفى هذا العدد من الأطفال إيه اللي حصل بالزبط وكان طبعاً رد الفعل السريع جداً واستقالة وزير الصحة ولكن يبقى ما هي الأسباب اللي قدت إلى أنه يتوفى هؤلاء الرضع في هذا المركز حوادث الوفاة وقعت هنا في مركز التوليد هذا التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية والذي سيتم فتح عدة تحقيقات بشأنه إثر وفاة 11 رضيعاً خلال يومي السابع والثامن من مارس الجاري في ظروف غامضة السيد وزير الصحة قدم استقالة متاعه وانا قبلتها وسيقع وقع فتح بحث إديل والنيابة العمومية أيضاً تصلت بالموضوع نحب نطمن ونأكد التونسة أنه سيقع معناها متابعة هذه الأبحاث بدقة وكل تقسير ويثبت سيقع معناها تحميل المسؤولية وزارة الصحة التونسية بدورها أعلنت أنها قد اتخذت تدابير وإجراءات خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنب حدوث وفية أخرى فيما لا يزال أهالي الرضع تحت وقع صدمة ما حدث جيت بش نزور ومشوفت في البلاسة متاعه وما مجيتوش كنس ألفهم نس ألفهم ما حابوش يجاوبون يسبرت وبرشوا في البيت هذهكة ومبعد دخلتني لتبيب قلت اشتحكي معاك أول هي مازلت محكيتش معايا قلت لها والدي مات قلت لي اي مدام سيجبت الهن السبيتر واسي ولدت فليرجونس طلعوا ديريكت تروازي ميتاجة ومنهار خمسة وتسع عيام اليوم بجي قالوا لي راتوا جمعية طبية قالت إن وفاة الرضع حدثت بسبب استخدام مصل منتهي صلاحية فيما يقول آخرون إنه بسبب تدهور القطاع الصحي العمومي التونسي بسبب مشاكل إدارية وتمويلية أدت إلى تراجعه بشكل عام مع نقص متواطر في توفر الأدوية في الآوينة الأخيرة يعني مأساة على فكرة ولما كمان فيه يمكن فيديو تاني مباين إزاي إن هما سلموا أسر الأطفال دي الأطفال في كاراتين كاراتين يعني كان برضو حاجة مأساوية لكن جيرد بيقول إنه ده يعني حاجة طب إحنا هيسلمهم في إيه ما هو لازم يسلموا أهليهم الأطفال بالشكل ده مش بس كده المأساة الأكبر كمان إنه كانوا بيطلبوهم بدفع المصاريف اللي هو أنتوا موتوا عيالنا وكمان عايزيننا ندفع مصاريف الولاية ده والإقامة في هذا المركز اللي هو يعني في حاجة غريبة طبعا يعني الموضوع بإنه وزير الصحة استقال ده كان طبعا قرار صائب جدا ولكن لازم يتفهم هما دلوقتي اللي تقال إنه احتمال إنه يكون مصل لأنه قالوا إنه هما الوفاة كانت نتيجة إنه كان فيه مواد متعفنة لقوها في دم الأطفال دي فالمواد المتعفنة دي جات منين وارد جدا طبعا إنه يكون من المصل اللي حقنوا به الأطفال فيعني وزارة الصحة أعلنت بأسف شديد إنه الحالات دي تسجلت 12 حالة دلوقتي هما كان بداية للحادثة كانوا 11 وبعدين زادوا بقيوا 12 وزي ما بقول لحضراتكم اللي تقال إنها تعفنات سارية في الدم سببت هبوطا في الدورة الدموية والوزارة قالت إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنب حدوث وفيات أخرى والمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد من التحكم في الوضع وزير الصحة كان زار المكان يوم السبت وزارة الصحة التونسية كانت قالت إنه زي ما قلت لحضراتكم موضوع التعفنات دي وإنه حاليا في شخص أو حد تقريبا أو يعني سيدة غالبا هي المسؤولة حاليا عن وزارة الصحة بعد استقالة الوزير الناس كانوا طلعوا في تونس في تظاهرات ومطالبات بإن الحكومة كلها طرحل واعتبروا إنه ده منتهى الإهمال وإنه مش المسؤولية بتقع بس على وزير الصحة ولكن بتقع على الحكومة كلها وزي ما قلت لكم إنه كانت برضو مشهد مأساوي جدا إنه قالك ده قصوة إنك أنت تسلم كمان الأطفال ملفوفين في لفافة بيضاء كماشة بيضاء وجوه كرتونة فإنهال النشطاء على مديري وعمال المستشفى بالانتقادات متهمين إياهم بالتقصير والإهمال وعدم المهنية والاستهتار بمشاعر العائلات مشاعر العائلات وإنه المديرة العامة للصحة نبيها البورصالي نفت أن تكون هذه الطريقة مهينة وقالت إنه ده المتبع يعني وإنه البلدية لا توفر الصندوق الخاصة للموتى الردع وتكتفي بتمكين المستشفى من الصندوق المعدة اللي يحمل جسس الكبار فبالتالي كان إيه الوضع يعني إنه يتعامل وإنه كان يعني قالك إن دي معمول بيها في العالم ربنا يعني يكون فعون الأسر دي ونتمنى أن يتكرر هذه الحادث يعني وزي ما قلت لحضراتكم إنه بتبقى حوادث بالنسبة لأطفال بتكون مأساة كبيرة مأساة كبيرة جدا ومن موضوع هذا الحادث نروح للحدث الجديد اليوم واللي كان تحت عنوان عاجل طبعا إحنا عارفين إن الجزائر من يوم 22 فبراير وفي حراك بيسمينه حراك شعبي ضد ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة وبوتفليقة فين؟ بوتفليقة في جينيف مبارح بوتفليقة فين؟ ده بوتفليقة في طيارة حطت في مطار جينيف وراجع بوتفليقة للجزائر طب نشوف بوتفليقة ما شفناش بوتفليقة قلقينا الطيارة كده وقفت في المطار مشاهد إنه عربيات سودا قالك إن هي دي كان موجود فيها بوتفليقة والطيارة تحركت من جينيف الطيارة وصلت الجزائر العربيات السودا دي برضو بوكب وهو ده بيحمل الرئيس الجزائري لمكر إقامته طب فين الرئيس الجزائري؟ كل ده كان مبارح ما فيش نيجي النهاردة في خبر عاجل يتم الإعلان إن بوتفليقة أعلن عن عدم ترشحه لولاية خامسة مش بس كده عدة قرارات قام بها أو يعني أخذها الرئيس بوتفليقة وتأجيل منها تأجيل الانتخابات الرئاسية إطلاق ندوة للحوار الوطني مش بس كده كمان قالت رئيس الوزراء وتعين ورئيس وزراء جديد الاستعانة بشخصيات زي مثلا برهامي الأخضر برهامي أو الأخضر إبراهيمي فدي كلها شخصيات يعني ذاتها مصدقية كبيرة وشوفنا بقى النهاردة إنه المشاهد لحضراتكم بتشوفوها قدام حضراتكم دي كانت النهاردة تم ظهور ظهر بوتفليقة في الإعلام ونشرت كل وسائل الإعلام الظهور الأول لبوتفليقة منذ فترة طويلة ومنذ إعلان إنه يعاني من يعني اضطرات في الحالة الصحية وزي ما أنتوا شايفين كده طبعا يبدو عليه الإرهاق يعني الإسفرار طبعا أساسا بعد ما بيكون حد قاعد في مستشفى فترة بيكون طبعا تعبان بيخرج تعبان جدا فكان برضو التساؤل لماذا كل هذه الإجراءات النهاردة هل دي الإجراءات دي تأخرت طب هل الإجراءات دي دستورية كده معنى كده إن بوتفليقة ناس كتير بتقول إنه كان يجب أن تتم هذه الخطوة حتى لا يخرج بوتفليقة بشكل غير رائق لأنه هذا الرجل رجل خدم الجزائر خدمات جليلة جدا وهو طبعا مريض منذ أن أصابته الجلطة الدماغية من فترة وإنه الفريق اللي حواليه هو اللي بيحكم ولكن ده يتطلب إنه هذا الرجل لا يضيع تاريخه كله بسبب طبعا التظاهرات اللي كانت رافضة لترشيحه اللي عودة خامسة وإنه يبتدي كل ده يأثر وإنه بوتفليقة يخرج من الحكم بشكل غير لائق بوتفليقة بيحكم منذ نحو عقدين وعانى جلطة دماغية قبل أربعة سنوات ولكن قبلها كان الحقيقة يعني خدم فعلا الجزائر خدمات جليلة جدا وله تاريخ مشرف وإنه كان ما يصحش فعلا إنه يترك يعني تترك الدنيا للتظاهرات دي ويخرج الرجل بشكل يعني فعلا يعني يسيء إلى تاريخه تم الإعلان عن تشكيل حكومة تكنوكرات جديدة في أقرب وقت ممكن وزي ما قلت لحضراتكم إنه تم تعيين بدوي هو دلوقتي اللي هيرأس الحكومة الجديدة وكان أيضا تم تعيين نائب له وتم الإعلان كمان عن إنه هيكون في مجموعة توافق أو يعني زي يعني بدل ما يسموهم يعني اللي هم الحكومة الانتقالية ولكن هو تحدث عن إنه هيكون في حوار وطني والحوار ده هيمتد لغاية آخر عام 2019 بعد كده هيكون فيه من خلال هذا الحوار الوطني ومن خلال الحكومة الجديدة هيتم تغيير تغييرات في الدستور وإنه هتبتدي الانتخابات الرئاسية اللي كانت موز معناية تكون في إبريل الشهر الجاي هتؤجل واضح كده أنها هتؤجل لغاية آخر العام وهيتم تعديل الدستور والاستفتاء عليه وبعد كده هيكون فيه الانتخابات الرئاسية الجديدة العقدة هنا في إنه هل القرارات دي بإنه كده يعتبر امتداد لعهدة بوتفليقة الحالية هل ده دستوري أو غير دستوري دي أزمة من الأزمات أو من الحاجات اللي عليها حوار أنت كده برضو هل الرئيس يحك له أن يلغي الانتخابات أو يؤجل للانتخابات الرئاسية اللي كانت مقرار يوم 18 إبريل ده معناه برضو أنه هو في الأول كان قالك أنه هو لما هيترشح يا جماعة هيعد سنة وبعد كده يغير الدنيا هو كده هيعد السنة دي بس بشكل تاني هل هي لقولها مخرج في الدستور هو الحقيقة نفسه قال أنه برضو دي كان ظهور بوتفليقة خلى الناس كلها تاثق في أنه القرارات دي جاية منه هو مش جاية من الحشية اللي حواليه قال لا محل العهدة خامسة بل إنني لم أن وقت الإقدام على طلبها يعني هو نفسه بقى بعد ما إحنا الفترة اللي فاتت وتقدمت الأوراق بتاعته للتراشح هو بيقول أنا لم أن وقت الله أم المين اللي أقدم الأوراق دي عموما يعني تصليح مصور قالك لم أن وقت الإقدام على طلبها حيث أنا حالتي الصحية وسني لا يتيحان ليسو أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري قال وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبه إليه جميعا ثانيا لن يجرى انتخاب رئاسيوم 18 إبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملحي اللي وجهه دموه لي يعني معنى كده أنه عارف طلبات الشعب وبيلبي طلبات الشعب وقال حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب حتمية التعاقب بين الأجيال الذي التزمت به ثالثا كل دي تصرحات كده بعد ظهور بوتفليقة وممكن نعرض الفيديو تاني مرارا وتكرارا لأن ده أول ظهور لبوتفليقة منذ فترة طويلة قال عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدولة في جميع المجالات قررت أن أجري تعديلات جمع على تشكيلة الحكومة في أقرب الأجال والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي رزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لمرسة المسئولية على جميع المستويات وفي كل القطعات رابعا أن دول وطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس إعداد واعتباد كل أنواع الصلاحيات التي ستشكل أساسية النظام الجديد الذي سيتمخد عنه إطلاق مصار تحول دولتنا الوطنية هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة والتي أختم بها ذلكم المصار الذي قطعته بعون الله تعالى ومدده بتفويد من الشعب الجزائري ستكون هذه الندوة عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمزاهب تحدث عن أنه هيكون فيه شخصيات أو على رأس هذه الندوة شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة على أن تحرس هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019 هيبقى فيه مشروع الدستور اللي هتعده هذه الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي الندوة الوطنية المستقلة زي ما بقول لكم هي بدل ما تسمى حكومة تسير أعمال لأنه ما زال هيكون موجود في السلطة سموها الندوة الوطنية المستقلة اللي هي هتتولى بكل سيادة تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال والانتخاب الرئاسي سينظم عقب الندوة الوطنية تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة هتحدد عهدتها وتشكيلاتها وطريقة تسيرها بمقتدى نص تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والممارسات المعتمدة على المستوى الدولي هيكون فيه إنشاء لجنة وطنية مستقلة استجابة لمطلب واسع عبرت عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية وطبعا هيكون برضو أنه هيكون فيه الجو الأمثل أو على أنه هيكون الإسهام على النحو الأمثل فيه تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفي الحرية والنزاهة والشفافية لا تشبه شابهة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية يعني الموضوع هنا مش بس تغيير اللي هو تعيين رئيس وزراء جديد وهو نور الدين بدوي نور الدين بدوي تم تعيينه رئيسا جديدا لوزراء الجزائر أو رئيس حكومة جديدة في الجزائر ورمطان العمامرة نائبا رئيس الوزراء كل الأسماء دي طبعا رئيس وزراء الحالي اللي هو كان أحمد بويحيا كان قدم استقالته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كل ده جماعة والتغييرات دي كلها حصلت النهاردة الناس اللي في الشوارع كانت أعربت عن سعادة بلغة متناهية بأنه يعتبر حركهم نجح هم كانوا عايزين ما تبقاش في الحكومة دي وبالفعل تم إقالة أحمد بويحيا وتم تعيين نور الدين بدوي كمان بيقولوا عن الشخصية نور الدين بدوي شخصية رمطان العمامرة كلهم شخصيات مقبولة لدى الشارع الجزائري كمان يعني موضوعا هو لم يترشح لم ولن يترشح لأعهدى خامسة ده كان استجابة لنداء الحراك الشعبي اللي كان مالي الشوارع واللي كان يوم الجمعة اللي فاتت كانت مليونية فعلا كان عدد كبير جدا من المواطنين كمان مبارح كان في حاجة برضو حصلت كان في ألف قادي أعلنوا أن هم لن يشرفوا على الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ترشح بوتفليقة كان فيه ناس من الحزب بتاعه أعلنوا انضمامهم للشارع كان فيه بعض الإشاعات اللي بتقول برضو إن فيه انقسام في الجيش وإن الجيش بعضه مع ترشح الرئيس لعوضة خمسة وبعد عناصر من الجيش لم يعلن عن أسماء كانت مع الشارع إذن الوضع كان تغير كان برضو فيه خطاب جديد مبارح للقايد الصالح اللي هو الوزير الدفاع هناك كان برضو الحديث كان متغير كان غريب شوية أو مكان يعني مختلف عن الخطابين اللي فاتوا إذن كل هذه التغيرات أعتقد أن هي إلى الأفضل أعتقد أنه يعني معنى أن الناس كانت أعربت عن سعادتها في الشارع أعتقد أن ده بالتأكيد دليل على أنه فيه استجابة أو فيه سعادة من اللي كانوا في الشوارع كان برضو حصلت حاجة غريبة جدا كان عشان يقللوا الحراك الشعبي اللي كان نضم لي يوم الجمعة كتير جدا من الجامعات كانوا قالك أنه إحنا إيه المفروض أن أجازة الجامعات والمدارس اللي هي أجازة الربيع يعني بيسموها في الجزائر بتبتدي 21 مارس كان صدر قرار برضو أول مبارح أو مبارح أنه إيه أول مبارح كان أنه الأجازات تتقدم ويبتدوا أجازة من النهاردة لتنين اللي هو فيه إيه جماعة أو من مبارح الأجازة الجامعات ده برضو كان عليه اعتراض كبير جدا من المسؤولين في الجامعات وأنه فيه جدوى المحطوط وأكيد امتحاناته كل ده كان هدفهم أنه يقللوا العدد اللي في الشوارع ولكن أتى الحقيقة أتى هذه القرارات اللي حصلت النهاردة الحقيقة أنه كانت فعلا يعني بمثابة يعني حقيقي فعلا خطوة موفقة جدا جدا عقبال السودان يا رب ونشوف كده حاجات في السودان ترضي الشعب السوداني ولكن أعتقد أنه يعني بدل الحاجات القرارات اللي كانوا خدها البشير الفترة اللي فاتت ما كانتش مرضية للشعب خالص يعني فزي ما قلت لكم أنه دلوقتي موضوع طبعا ما كانش فيه كلام هل بالفعل هيتم إيقاف هذا القرار بالنسبة للعطلات تقديم موعد عطلات الجامعات ولا لأ ما فيش لكن الناس كلها اهتمت النهاردة فعلا بالقرارات الرائعة اللي تم اتخاذها النهاردة واللي أولها طبعا نبوتف ليه قالني يترشح لعهدة خامسة يبقى الوضع زي ما قلت لكم السنة دي اللي هيتم فيها كل الاصلاحات دي هل ده دستوري ولا هيتعمل لها صياغة جديدة وفي نفس الوقت هل برضو هيتم اختيار شخص يعني تتفق عليه كل الاحزاب وكل السياسيين والشعب الجزائري أيضا والحراك اللي كان فيه الشارع لتقديم شخصية يتفق عليها الجميع علشان بعد كده لما تترشح للانتخابات تكون يعني تحصل على الدعم فكل ده هنشوفه طبعا الايام اللي جاية فزي ما بقول لكم يعني الحراك نجحة بشكل كبير جدا بنقول مبروك لشعب الجزائر نتمنى بس ان الدنيا يعني نشوف كده امور افضل فترة اللي جاي وزي ما قلت لكم ان احنا كنا دايما لسكوب على الجزائر والسودان السودان إيه اللي حصل السودان الجديد النهاردة جديد جدا انه بعد ما كان اعلن البشير انه فيه فرض الحالة الطوارئ هتكون سنة كان النهاردة بيعرض هذا الامر على البرلمان السوداني والبرلمان السوداني لم يوافق على سنة ولكنه وافق على ستة شهور إذن سيتم تطبيق الطوارئ في السودان لمدة ستة عشر تها امر الطوارئ الصادر عن الرئيس السوداني عمر البشير تقدم اللجنة الطارئة المكلفة بدراسة مشروع قانون الطوارئ تقريرها الى البرلمان السوداني من اجل الوصول الى توافق حول الفترة الزمانية المناسبة لاستمرار الطوارئ وكالة الانباء السودانية قالت ان اجتماعات اللجنة شهدت تباينا في الاراء حول المدة المحددة للطوارئ بين عام او ستة اشهر او اربعة اشهر واكد اعضاء من اللجنة الطارئة التي شارك بها ممثل عدد من الوزارات والاجهزة الامنية دعمهم لقرار الطوارئ مشيرين الى فعالية القانون في الحد من عمليات التهريب ومكافحتها معتبرين ان اوامر الطوارئ تحمي الحقوق والحريات ولا تحد من حركة المواطنين وتنقلهم ويأتي اجتماع البرلمان بعد يوم من تظاهرات حاشدة توجهت الى مقر البرلمان تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين احتجاجا على اعلان الرئيس البشير في الثاني عشر من فبراير الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد مش بس كده اللي كان حاصل برضو في السودان هو اللي قالك ايه انه اللي هما كان النساء المعتقلين هيتم الافراج عنهم واللي تقال انه هو كان تم القرار الافراج عنهم لانه هما كانوا اضربوا عن الطعام فدي كانت المظاهرات اللي هي كانت تحت عنوان تسقط بس فكان الحقيقة وضحوا انه بيان للرئاسة ان البشير طلب من قادة اجهزة الامن والمخابرات خلال اجتماع امس الجمعة بالافراج عن كل النساء اللي اعتقلنا بالاحتجاجات المطالبة بتنحيه عن السلطة وبيقال انه السلطات بالفعل افراجت عن 38 امرأة من اصل 150 امرأة لكن على الجانب الاخر كان في حكم صدر حكم بسجن القيادية في حزب الامة مريم المهدي بنت الصادق المهدي سبعة ايام يعني فانت بتفرج عن هؤلاء او بتفرج عن اللي هما كانوا النشطات دول وما فيش بعدها بيوم على طولة وفي نفس اليوم انت اصدرت حكم بالسجن للقيادية مريم المهدي بسجن لمدة سبعة ايام بالاضافة الى غرامة مالية وقادي محكمة الطوارئ في ام درمان اصدر الحكم بعد لحظات من اعتقال مريم اللي كانت بتشارك في مظاهرة احتجاجية ضد حكومة الرئيس عمر البشير وكان في بعض التقارير الاخرى اللي بتقول ان هي مريم واختها كمان ان هما الاتنين اللي صدر ضدهم الحكم اذا الامر لسه مشتعل هل ستقل حدة التظاهرات في السودان بعد ما يتم تطبيق التوارئ ولا ايه الاخبار محدش برضو لسه عارف ولكن من الواضح انه يعني الشعب السوداني يعني نزل في الشوارع ومصر ان هو يكمل حاجات بطريفة حصلت من خلال قناة الحدث كان خلينا الاول ناخد قناة الحدث كان فيه المفترض انه ضيوف كتير بيتم لقاءهم يعني قنوات كتير بتلتقي بديوف سودانيين علشان حاطر انه يعني ياخدوا اراءهم في كل الامور يعني فده كان المفروض انه هو رئيس تحرير صحيفة الرئيس السودانية فالمزيع المفروض انه هي بتستقبله وبترحب بيه وبعدين بتطرح ليه التساؤل وخلينا نشوف المشهد ده وغالبا نام وهو قاعد حالة الطوارئ ما المتوقع من هذا الاجتماع سيد مالك سيد مالك هل تسمعوني يبدو ان الصوت ليس جاهزا سنعود الى ضيفنا طبعا يعني زي ما حضراتكم شفتوا حولت كتير سيد مالك ولكن اللي تقال انهم فعلا نام يعني كده زي ما شفتوا المشهد ناس بقى علقت على المشهد ده بانها جابت حاجة كانت في الصحب زمان قالك يا جماعة يعني ده مش اول حد ينام ده فيه اقوى من كده ده فيه حرامي كان داخل يسرق في السودان وتعب ونام تفاجأ معلم سوداني يقيم بمنطقة ام دورمان بوجود لس نائم باحدى غرف منزله حاول سرقته لايلا تعود تفاصيل القصة لان المعلم استيقظ على صوت شخير عالي باحدى غرف المنزل وكان ينام مع اطفاله بالغرفة الاخرى فذهب لاستجلاء الامر اللي بيحصل ليه تفاجأ بلس مستغرقا في النوم وبقرب موبايلات وحلي زهبية قام بسرقتها من منزله ومنازل اخرى وتم فتح بلاغ ضد اللس وتم القبض عليه من قبل الشرطة وبدل سابتا مبدين الارتياح من تلك النومة مبررا زلك بانه تعبان الراجل بيتعب ويشقى جماعة يعني فغلبوا النوم في بيته ويسرقوا يعني ايه المشكلة يعني ما فيش اي مشاكل خالف من الحاجات برضو خلينا اقول لحضراتكم على حاجات اليومين دول في المجال الرابطات في حاجات كتير جدا الرابط اللي هو الانسان الالي لدرجة بيعملوا حاجات غريبة وكان فيه طبعا شوفنا سوفية اللي كانت في السعودية وشوفنا قد ايه انه بيتم دلوقتي انه يكون فيه يعني روبوتات او اللي هو الانسان الالي ده بيتم يعني صنعته بدقة بشكل يشبه لحد كبير جدا الشكل الانساني وكمان يتكلم ويعلق ويعمل حاجات غريبة جدا فشوفنا سوفية شوفنا بنت تانية بعد كده كان برضو تم يعني عمل لقاء معيها ويه بترد وبتقول يعني بتتفاعل جدا مع في الانترفيو اخر حاجة بقى يعني صدرت طبعا وفيه طباخة هتبقى انسانة قلية من الحاجات الجديدة اللي هو انه هيكون فيه او يعني تم ابتكار برضو روبوت آلي بدل المزيع والمزيعة وانه دول بقى هيكونوا لنشرة الاخبار وانه هما ما بيملوش ابدا ما عارفشو على الفيديو معانا ولا مش شغالة دي على فكرة دي مش يعني مش انسانة حقيقية دي رابط على شكل مزيعة اخبار وان هي هتقرأ لنشرة بدون بتقنية الزكاء الاصطناعي ومن غير لا تكل ولا تمل بقى لاي حاجة ممكن نسمع جزء منها وفيه كمان برضو مزيع يعني هيكون فيه مزيع ومزيع آليين لنشرة الاخبار خلينا ناخده من اول وسؤال هل سيتم استبدال كل قارئي نشرات الاخبار بالمزيع والمزيع الرابط اللي هما يعني هيقروا الاخبار بشكل مستمر ولن يكلوا ولن يتعبوا وهل هيكون فيه قبول لهذا الامر ولا لا يعني اللي بيحصل في التقدم وفي الامور دي طبعا صعب جدا نروح بقى لزيارة هم جدا قام بها روحاني الرئيس الايراني حسن روحاني وصل الى العاصمة العراقية بغداد وذلك في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس الايراني في وقت تواجه في تهران ضغوطا بسبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من اتفاق النهوي الايراني مش بس كده ده كمان انه موضوع سحب القوات الامريكية من الحدود مع العراق ومن سوريا وطبعا الدعوات والمؤتمر اللي كان الاخير اللي كانت فيه برضو دعوات لانه يكون فيه توحد وتكتل في الدول العربية ضد ايران وتوغل ايران في المنطقة المهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال في مقابلة مع البي بي سي ان الولايات المتحدة تسعى الى دفع بغداد نحو استفاف معين لكنها غير قادرة على فض علاقة العراق مع ايران الحقيقة علاقة العراق وايران علاقة قوية جدا والنهاردة كان نتج عن هي الزيارة هتستمر كام يوم من الحاجات اللي تم الاعلان عنها النهاردة على طول هو موضوع انه مش هيكون فيه او يعني هتكون الفيزات ما بين يعني اللي عايز يسافر من العراق لايران او من ايران للعراق مش هتكون فيه اي رسوم على الفيزات واحتمال يعني يخلوها من غير الفيزات كمان الحاجة التانية هيكون فيه خط قتارات هيربط ما بين ايران وبغداد وفي نفس الوقت انه الرئيس العراقي برضو اعلن عن قبوله لهذه العلاقات الايرانية واشاد بانه العلاقات الجغرافية اللي بتربط الايران بالعراق والعلاقات ايضا اللي بتربط ما بين البلدين من فيه امور كثيرة جدا مستمرة لغاية ما دخلت معكم الحلقة ويمكن احنا دورنا ملقيناش لسه في ردود فعل امريكية على هذا الموضوع ولكن بالطبع طبعا امريكا لن ترضى عن هذه العلاقات وعن هذه التطورات القوية او تعزيز العلاقات بين ايران والعراق بهذا الشكل ولكن زي ما قلت لحضراتكم هنحاول نشوف هذه الامور ومن العلاق لسوريا الحقيقة ان احنا كان الفترة اللي فاتت كان كله مستني انه المنطقة الاخيرة اللي فيها تواجد لداعش اللي هي قرية البوغاس فاللي حصل انه قوات سوريا الديمقراطية منذ الامس اعلنت انها استقنفت هجومها على الجيب الاخير لداعش في الشرق السوري وانها خاضت معارك مع مسلحي في المنطقة المدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية وقصد مصطفى بالي في حديث لوكالة رويترز قال ان العملات العسكرية انطلقت الاحد وقواتنا تشتبك حاليا مع الارهابيين والهجوم بدأ وقالوا انه اعلن ان فيه ضربات جوية استهدفت مخازن زخيرة لداعش في البوغوس بالتزامن مع الهجوم واللي بدأ الساعة 18 بالتقويت المحلي واضاف بالي ان الاشتباكات المباشرة عنيفة مع التنظيم وسبقا علنت قوات سوريا الديمقراطية عن انتهاء المهلة في جيب الاخير ببلدة البوغوس شرق محافظة دير الزور للاستسلام والبيان اكمل فيه قال ان قوات سوريا الديمقراطية في الجبهة الامامية طلقت الاوامر بالتحرك العسكري لحسم المعركة في البوغوس وانهم بالفعل تمكنوا خلال هذه المهلة من تحرير عشرات الالاف من المدنيين اللي تم نقلهم لوخيمات الايواء فيما اضافت ان اكثر من 4000 ارهابي استسلموا لمقاتليها مقاتلي قصد الحقيقة وقصد اعلنت عن تصفية 37 مسلح من داعش في الهجوم المستمر على البوغوس شرق سوريا وده بيان جديد نشره من نهاردة الاثنين قوات سوريا الديمقراطية وقالوا انه شنا مقاتلونا هجوما على الارهابيين من عدة محاور اندلعت اشتباكات عنيفة قتلنا فيها عددا من المسلحين وحققنا تقدما ملموسا استولينا على عدد من الاسلحة والعتاد بالتزامن مع استهداف طيران التحالف الدولي تحصينات وتجمعات الارهابيين وانه في محور اخر قوات قصد في بيانها الجديدة النهاردة قالوا ان احنا حصرت قواتنا عدد كبيرة من الارهابيين قصفت مواقعهم بكافة صنوف الاسلحة الخفيفة منها وثقيلة وفيما رد الارهابيون بقصف مماثل ودامت الاشتباكات اكتر من ساعة كاملة تمكن مقاتل قوات قصد قوات سوريا الديمقراطية من تصفية عدد كبيرة من الارهابيين وان طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن عشر غارات استهدافت تجمعات مسلحي التنظيم وتحسنتها على الجانب الاخر الحقيقة تم ابراز من الجانب السوري ومن الازاعة السورية الحقيقة ووكالات الاعلام السورية انه بتعيب على القوات التحالف او على طيران التحالف والضربات اللي شنتها او الغارات اللي شنتها التحالف الدولي على انها ادت الى مقتل خمسين مدني من الاطفال والنساء ودي كانت مصادر اهلية وشهود عيان واتقالت على في الازاعة الرسمية لسوريا ان طيران التحالف الدولي اللي بتقوده امريكا اتل اكتر من خمسين شخص غالبيتهم من الاطفال والنساء بغارة على مخيم البغوز بريف دير الزور هل فعلا ان هم اصابوا مدنيين هم الفترة اللي فادت كلها كانوا بيقولوا ان احنا مش عايزين ندخل وندرب في البغاز غير لما نتأكد وبنأجل وأجلنا العملية دي علشان لا نستهدف مدنيين فهل هذا الكلام صحيح انه تم استهداف خمسين شخص منهم اطفال ونساء الله اعلم فبالتالي يعني الحقيقة الموضوع ده يعني شوية كان يعني صعب ولسه لم يتم الاعلان عن انتهاء هذه التحركات بالنسبة لمنطقة البغوز من قوات سوريا الدموقراطية ولكن الكل ينتظر الامر ده لاني بفكركم ان دونالد ترامب كان قال ان هو في خلال اسبوع هيعلن سوريا خالية تماما من الارهاب ومن داعش وانه تم القضاء على داعش تماما ولكن كان اخر جايب هو البغاز وانها تأخرت بس برضو لسه لم يتم الاعلان عن الانتهاء نيجي بقى الاردوغان كان الحقيقة الرئيس التركي رجب طايب اردوغان قال ان شراء بلاده منظومات اس 400 من روسيا لا يؤثر على امن الولايات المتحدة الامريكية والناتو معتبرا ان مشكلة تتعلق بحرية تحركات تركية خاصة في سوريا كان فيه كلمة قلقاها اردوغان يوم السبت اللي فات امام تجمع الانتخاب الحزب العدالة والتنمية بولاية ديار بكر ان الصفقة حول شراء منظومات الدفاع لها الاس 400 لا علاقة لها بالولايات المتحدة او بحلف الناتو وقال انه اسباب شراءنا الاس 400 واضحة تماما وانه طبعا انتم عارفين ان هو فيه دلوقتي برضو من الحلفاء في المنطقة يعني في الصراع في سوريا بالتحديد هو تركيا وروسيا وايران مع بشار الاسد وانه يعني المفترض انه يعني تركيا وروسيا فيه كتير اتفاقيات والمفترض بس هو اللي مش موافقين عليه سوريا هي منطقة المنطقة العزلة يعني وانه فيه تواغل لتركيا بشكل كبير سوريا مش موافقة عليه ولكن فيه لقاءات كتير كانت جمعت ما بين اردوغان وفلاديمير بوتن وجي الامر كمان انه اردوغان خد اشترى من روسيا منظومة الاس 400 المهم انه في النهاية الموضوع دلوقتي كان عليه صراع وامريكا مش راضية عن موضوع صفقة الاس 400 منظومة الاس 400 ووزارة الدفاع الامريكية كانت هددت الحكومة التركية بانها قد تواجه عواقب خطيرة في حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للسواريخ من طراز اس 400 فده مشكلة تانية احنا كل شوية بتلاقي ان بتحاول يحاول يبقى فيه توافق شوية في العلاقات الامريكية التركية ولكن بتلاقي حاجة بتعكر صفو هذه العلاقات اردوغان برضو اعلن ان احنا هنوقف التنظيمات الارهابية على طول حدودنا مع سوريا والعراق كلها المنطقة الامنة اللي هو بيتحدث عنها واللي عايز ينشئها ولسه دلغاية دلوقتي عليها كلام الدفاع الروسية بتقول القوات الامريكية تمنح اجلاء النازحين من مخيم الركبان وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الامريكية بمنع الحفلات اللي عدتها روسيا وسوريا من الوصول على مخيم الركبان للاجلاء النازحين السوريين منه يعني باختصار عشان ما دخلش معاكم في امور كتيرة وتفاصيل دقيقة شوية انه الصراع مازال مستمر الصراع اللي هو الروسي والتحالف روسيا وتركيا وعفوا انت روسيا والايران وايران مع سوريا وعلى جانب الاخر التركيا اللي بتعرك بين الفرقاتين وفي نفس الوقت برضو مع امريكا الصراع اللي هو مع امريكا المستمر حول السيطرة في سوريا وحول ايضا انه روسيا مش راضي على تحركات كتير لامريكا وكانت رحبت بانه ترامب اعلان ترامب انه هو هيسحب القوات الامريكية من سوريا ولكن مازال الصراع مستمر وجات في حتة المنطقة العزلة اللي دخلت فيها ايران اللي هي زي بقول لحضراتكم المفروض ان هيتيجي في صف سوريا وروسيا وايران ولكن ليس بشكل كبير وشوية تحاول ان هي تاخد موافقة امريكا على المنطقة العزلة وبالتالي زي بقول لحضراتكم تركيا كده بتلاقيها مش واخد اتجاه معين في تحالف او في الفريق من اللاعبين اللي هي بشكل يعني قوية مشكلة بقى في بريطانيا هنروح لبريطانيا وهقول لحضراتكم عن اللي حاصل حاليا احنا عندنا حاجتين في بريطانيا موضوع البريكزيت والموضوع التاني بتاع شميمة اللي له علاقة بداعش وانه كان تم الاعلان احنا شفنا شميمة وشفنا كانت معها الطفل ابنها ده ابنها توفى ابن شميمة توفى وقالوا انه دلوقتي ده كان طفل بريطاني وانه قرار الوزير الداخلية البريطاني انه هو يسحب الجنسية من شميمة ده قدى لانه هو السبب اللي كان انه ما تجيش شميمة لبريطانيا وتحاول ان هي تحمي ابنها لانه المكان اللي هم موجودين فيه اللي هو زي بيسمون اللي هو الهول او كده اللي هو مكان اللجوء ده غير ممهد لانه يتم فيه تربية اطفال وانه بناء على كده وانه ما فيش تغذية كفاية كانت للام اللي هي شميمة عشان كده ده يعتبر طفل بريطاني مات مشكلة بقى مالكوش طبعا هو الانسان وكله وانه دلوقتي جاويد اللي هو الرئيس الوزير الداخلية البريطاني معرض لانه هيتم رفع دعوة عليه بانه هو تسبب فيه انه طفل يموت الطفل ده بريطاني مالوش زنب في حاجة حتى لو والدته ووالده كانوا منضمين لدعش تاني حاجة برضو انه يعني مشكلة الجنسية وسحب الجنسية لقينا يعني تزامنا مع الموضوع ده وانه دلوقتي الوزير الداخلية معها يعرض للتساؤل والمحاكمة بسبب وفاة الطفل ده وانه ازاي جرد شميمة من الجنسية لقينا بريطانيا اعلنت عن انها جردت شقيقتين انضمتها لداعش من الجنسية البريطانية الله ده احنا لسه الموضوع بتاع شميمة مخلصش المهم انه صحيفة ساندي تايمز البريطانية قالت عن مصادر قانونية امس الاحد ان الشقيقتين ريمة اقبال 30 سنة وزارة 28 سنة من شرقية لندن جردت من جنسيتهما البريطانية وهما الان محتجزتان مع اطفالهم الخمسة في مركز اعتقال بروسيا وانه نفس القصة برضو ريمة وزارة اتجوزوا هما الاثنين من بورتغاليين من داعش وعلى علاقة بالخليب هذه الخليه الارهابية وانه هو مرتبطة هذه الخليه بقتل الرهائن الغربيين في سوريا والاثنين الازواج بتاع ريمة وزارة لقع مصرعهما في خلال المعارك هناك وانه بعد كده بقى جميع حالات سحب الجنسية بتستند الى قدلة ولا يتم الاستخفاف بها وجابت صحيفة صندي تايمز انه في 2017 بريطانيا سحبت جنسيتها من 104 شخص مقابل 50 حالة فقط في السنوات العشر الماضية ودي وفقا لبيانات وزارة الداخلية ريمة وزارة بيقولوا قبل ريمة وزارة زي ما بقولكم كانت شميمة بيجوم واللي قدت مشكلة سحب جنسيتها البريطانية لمشاكل كتير جدا والغاية دلوقتي موضوع سحب الجنسية ده مشكلة كبيرة في بريطانيا وما ينفعش خالص انك انت تسحب جنسية من حد الا لو معاه جنسية تانية لكن لو انت سحبت لو بريطانيا سحبت جنسية من شخص وخلته اصبح بلا جنسية اللي هو بدون دي مشكلة بيعاقب عليها القانون البريطاني وانه لا يحق ابدا لأي حد انه يصدر قرار بسحب جنسية من شخص الا لو هو فعلا حامل لجنسية اخرى حتى لو كان هذا الشخص معروف انه هو ارتبط بالارهاب اللي بيتقال في الحالات اللي زي كده لأ احنا ما تسحبش منهم الجنسية انت بتجمهم البلد وتحاكمهم بناء على القوانين ولكن لا لسحب الجنسية وانه سحب الجنسية يعرض اطفال انه هم يموتوا والاطفال دور بريطانيين هنا بقى مشكلة كبيرة ده الموضوع اللي هو ايه بقى اللي في بريطانيا الموضوع التاني اللي في بريطانيا هو الحقيقة موضوع البريكزيت موضوع البريكزيت وانه كان مفروض انه بكرة هيكون فيه تصويت من البرلمان البريطاني على الاتفاقية الحالية اللي وصلت فيها تريزا ماي مع الاتحاد الاوروبي طيب دلوقتي الجديد بقى اعلنوا النهاردة كان فيه مفاوضات ومحاولات جديدة انه يكون فيه بعض التنازلات من الاتحاد الاوروبي علشان تنجح تريزا ماي ان هي تقنع البرلمان البريطاني غدا السلساء في انه يصوت لصالح هذه الاتفاقية للخروج من الاتحاد الاوروبي والنهاردة تم الاعلان انه لم تصل تريزا ماي لأي اتفاقات جديدة ويقال كده زي بالتعبير انها وصلت لحارسة يعني خلاص ما فيش اي تنازلات هتقدمها جانب الاتحاد الاوروبي بالنسبة للاتفاقية البريكزيت او الخروج من الاتحاد الاوروبي وبناء عليه بدأ او يعني حصل دلوقتي انه على الساحة قيل انه هناك خلاف جديد بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي حول اتفاقية الخروج وانه البديل طبعا دلوقتي تريزا ماي سفرت علشان تلتقي بمفوضين من الاوروبا من الاتحاد الاوروبي عشان تحاول معهم مرة اخرى قبل التصويت المزمع انه يكون غدا لانه الحقيقة موضوع انه تخرج بريطانيا من غير اتفاق ده هيكون سيء جدا لكلا الطرفين ولكن بالتحديد هيكون سيء اكتر لبريطانيا وانه زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت يمكن المطروح دلوقتي انه بكرة الاستفتاء نائبان مؤيدان للبريكزيت بيولد اخر الخروج بلي سيكون كارثة سياسية لبريطانيا وانه برضو ناس كتير جدا عبروا عن انه الخروج بدون اتفاق هيكون كارثة اكبر فبكرة التصويت على الاتفاقية الحالية الموجودة اللي ما اعتقدش ان تريزا ميها تقدر تاخد اي تنازلات تانية من جانب الاتحاد الاوروبي لو ترفضت بكرة الاتفاقية دي والبرلمان البريطاني سوت على انه غير موافق على هذه الاتفاقية ففي حاجتين لاما انه يبتدي تصويت على انه يتم استفتاء اخر للخروج من الاتحاد الاوروبي وحاجة تاني برضو ممكن يتم كمان انه استفتاء تاني على مد المهلة لانه خلاص المفترض انه خلال الشهر ده المفروض بريطانيا تنفصل عن الاتحاد الاوروبي الازمة دي مزالت موجودة نروح بعد كده بقى انا عايزة بسرعة عشان ادخل معيكم على الاخبار للمصر ونكون خلصنا كل الحاجات اللي كان حتى لينا فترة كبيرة ما كناش قلنا لحضراتكم كل الاخبار الخاصة بالشرق الاوسط والعالمي هنروح لامريكا ومانافورت اللي هو كان المدير السابق لحملة ترامب تم الحكم عليه قادت محكمة امريكية بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة دونال ترامب الانتخابية 47 شهر بعد ادانته بالاحتيال الضريبي والمصرفي ومانافورت عنده 69 سنة والحكم ده صدر اليومين اللي فاتوا وكل دي تعتبر على خلفية التحقيقات اللي بيكون بها مالر في شأن تورط ترامب وحملته الانتخابية مع روسيا ودور روسيا في نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وانه كمان كان برضو في الفترة اللي فاتت كان فيه برضو طبعا موضوع الجلسة الكونجرس اللي استمعوا فيها لكوهين المحامي السابق لدونالد ترامب واللي كان قال فيها عن ترامب انه هو كذاب ومخادع وكان ترامب رد على الموضوع ده حيث هاجم خصومه السياسيين وقال انه هم مجموعة من الفسدة بيحكمون شخص بريء وده كان رد على التصرحات اللي كان قدل بها كوهين فبالتالي برضو التحقيقات دي بيقال انه كوهين ادلة بكثير من يعني كان امام الكونجرس وكان ساعد الكونجرس وساعد المحققين وساعد المحكمة يعني في معلومات كتير جدا ممكن تخلي الحكم اللي هو كان على كوهين ثلاث سنين احتمال ينزل لسنة ونص وسط كل هذا كان فيه تعليق على انتو عارفين برضو دونالد ترامب كتير جدا بيعمل اللي هي يعني بيكون فيه لقاءات مع المواطنين من من ولايات مختلفة واللي هي زي الشبيهة بانه كأنه حملة انتخابية تانية وبيروح ويحكي مع الناس فكان فيه احدى الاجتجمعات دي او المخرج على طول حضن العالم الامريكي نعيد التبايم فكانت طبعا تعليقات وجلل كثير جدا على منصات التواصل الاجتماعي عن هذا العناق كان مؤتمر في واشنطن للعالم الامريكي نروح لمشكلة تانية مع الديمقراطيين وهي تصريحات الهان عمر اللي كان اعتبروها ان هي يعني معادية تعتبر معادية للسامية وحصل انشقات كتير في الفترة اللي فاتت وكان فيه هجوم على الحزب الديمقراطي لدرجة ان نانسي بيلوسي حاولت تدفع عن الهان عمر ويتصرحتها وبعدين جي بعد كده يعني هي طبعا قالت ايه بقى قالت انه لان الناس كتير متعجبة من انه اللابي الاسرائيلي ازاي مسيطر على قرارات كتيرة في الولايات المتحدة الامريكية وانه ده المفروض خط احمر محدش يجي عنده وهي الهان عمر لسه مرشحة جديدة يعني من اصل صومالي فالحياة خلينا نشوف التقرير ده يمكن هيفهم حضراتكم بحاجات كتيرة قوي ونتج عن التصرحات دي طبعا هجوم شديد عليها وكمان موقف محرج جدا للديمقراطيين وانه بدأ بقى يتعامل في الكونجرس الامريكي تشريع قانون يحاكم اي حد يجي ناحية هجوم اسرائيل او يعتبر تصرحاته معادية للسامية نتي معادات السامية والقراهية والعنف والجمهوريون طلبوا التشدد مع النائب الهان عمر التي قالت ان اللب الموالية لاسرائيل يحرك السياسة الخارجية لامريكا ويوجه المشرعين انه الوقت الانسب في امريكا للتفكير مرة اخرى في ملف معادات السامية يجب ان نوقف ذلك بكل السبل الممكنة الحزب الديمقراطي حاول التخفيف من وطأة الضغط الممارس على النائب المسلم وطلبوا بادانة المعسكر الاخر المعادل المسلمين نعم ما قالته النائب عمر كان خطأا ومؤلما ولكن تحميل المسلمين المسئولية يجب ايضا ان يدان يجب ادانة الطرفين الرئيس الامريكي دخل على الخط واستغل الموقف لصالحه للنيل من الديمقراطيين واظهار ولائه لليهود واسرائيل وطلب باخراج الهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس اما الهان نفسها فرفضت الحديث مع الاعلام الامريكي وقالت لنا مسبقا ان ترامب يتصرف كالصوي هذا الرئيس يشبه الطفل انا لدي اطفال اعلم هذا السلوك عندما لا تحصل على ما تريد تبدأ في التدمر وهذا فعليا ما يفعل هذا الرئيس هي ازمة مفتعلة وستقود في نهاية المطاف الى كارثة داخلية لبلدنا تعقدت الامور بشأن هذه القضية هنا في امريكا خاصة بعدما ظهرت صورة في ولاية برجينيا الغربية تربط النائب الهان عمر بالهجمات الارهابية التي وقعت في امريكا في 11 سبتمبر 2001 الديمقراطيون في مجلس النواب يخشون الآن على حياة الهان عمر يعني زي بشوفت رد الفعل كان قوي لدرجة انه تحميل الهان والمسلمين طبعا الموضوع بتاع ال 11 من سبتمبر هجمات ال 11 من سبتمبر عشان كده كان خرج يقولك لا ما هي لو هي غلطت وقالت اي حاجة غلط في حق اللوبي اليهودي او الايباك يعني فالمفترض انه ما يبقاش فيه الرد الفعل الاخر وهو اتهمها او تحملها مسئولية انها علشان من اصل مسلم انه هي كده تتحمل مسئولية هذه الهجمات وانه ده كده ممكن يؤثر عليها وانه يخليها يعني يخلي حياتها معرضة للخطر وزي ما قلتلكم ان نتج الامر عن تشريع سريع انه هذا التشريع في الكونجرس كان بدأ التصويت عليه بالفعل اليومين اللي فاتوا علشان خاطر يكون فيه قانون صارم لاي حد يتطرق الى بتصريحات من شأنها انها تكون معادة للسماء على الجانب الاخر بقت الانتخابات الرئاسية وقلتلكم انه الفترة اليوميني اللي فاتوا برضو كان فيه شاين اللي هو كان مسئول الاعلام بالنسبة للبيت الابيض او يعني مع ترامب في الكابنت بتاع ترامب كان استقال وتقال على طول انه هو علشان يبتدي الاعداد للحملة الانتخابية شاين كان هو مزيع في فاكس نيوز قبل كده وهيمسك الحملة الانتخابية واللي ترشح بالفعل وبدأ برضو خطوات هو بيرني ساندرز لكن هيلاري كلاندن مش هتترشح وحتى كان ترامب كان زعلان في تغريدة من تغريداته بيقول كده ازاي هيلاري مش هتبقى قدامي في الانتخابات دي كده انا مش مش هبقى مبسوط يعني فالغاية دلوقتي اللي فيه الترشح بشكل رسمي وبدأ بالفعل هو بيرني ساندرز وبرضو بالنسبة لحملة ترامب علشان خاطر الترشح لفترة اخرى بيقال ان هي هتبدأ بشكل مبكر الازمة التانية اللي هي في الولايات المتحدة الامريكية هو موضوع فشل القمة الاخيرة اللي كانت ما بين ترامب وكيم بالنسبة لانهم يصلوا الى اتفاق لتنتهي كوريا الشمالية من كل التجارب النووية ومستشار الامن القومي جان بولتن قال ان القمة النووية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كوريا الشمالي كام جانج بقت بالفشل رغم خروق ترامب منها خالي الوفاق الوفاد والقمة التانية اللي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بيقول ان هي برضو انتهت من دون او يعني الاعلان انها انتهت من دون صدور بيان مشترك وانه في تحرقات لكوريا الشمالية علق عليها ترامب انه قال لمستقبل لكوريا الشمالية مع السلاح النووي وكانت برضو كوريا الجنوبية اكدت او تؤكد ان المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة ستنتهي فمازال هذا الملف مفتوح كده لم ينتهي ومن الواضح انهم ما وصلوش لي لحاجة حاجة تانية ليها علاقة بقى بموضوع قضية جمال خشوجي في الولايات المتحدة الامريكية وانه هناك ضغوط شديدة جدا من الكونجرس الامريكي علشان يتم الاعلان عن تورط بن سلمان في مقتل خشوجي بناءا عليه بدأت بعض الشركات اللي ليها استثمارات مع السعودية تقلق على استثماراتها دي وانه هل ممكن انه فعلا يتم الموافقة على ضغوط الكونجرس وانه يتم الاعلان عن تورط بن سلمان في قتل خشوجي فنتج عن كده انه شركة في هوليود بصراحة نتيجة للقلق في الموضوع ده ردت 400 مليون دولار امريكي للسعودية اللي كان مقرر ان هي تكون استثمار سعودي شركة اسمها اندفور والخطوة دي اتت الحقيقة نتيجة زي بقول لحضراتكم على انه موضوع ضغوط لاعلان مقتل او اعلان تورط بن سلمان في موضوع جمال خشوجي فهنا في قلق برضو بالنسبة للنقطة دي والقلق ده لسه يعني المفروض موقف ترامب انه داعم للسعودية وانه نتيجة الاستثمارات وصفقات السلاح مش عايز يعترف بالخطوة دي بالنسبة برضو يعني عايز اقول لكم برضو يمكن في حاجة تانية كده بسرعة في حكومة جديدة هتم تشكيلها في فلسطين وما كانش فيه اي يعني بالرغم من تدخل مصر لمحاولة الصلح ما بين فتح وحماس ولكن للأسف الشديد مستمرة الصراعات ما بين حماس وفتح وحركة حماس قالت ان قرار رئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف محمد شتي لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة سيرسخ الانقسام بين الضفة الخربية وقطاع غزة وان الحكومة الجديدة هتكون انفصالية ده نتيجة للصراع ما بين فتح وحماس في فلسطين واليومين الانبارح كان محمود عباس اعلن عن تكليف محمد شتي بأن هو يبقى في حكومة جديدة بالنسبة برضو يمكن انا عديت بس فنزويلا عندنا فنزويلا الامر برضو ما بين الموضوع مدورو ومبوضوع جويدو لكن الحاصل في فنزويلا هذه الايام هو انقطاع طيار الكهربائي ليمكن اربع خمس ايام ويمكن داخل على اسبوع بشكل طبعا صعب جدا ادى لوفيات في المستشفيات وكان في قرار بانه يعني يتم توقف الدراسة عشان خاطر طبعا موضوع قطع طيار الكهربائي المستمر وما دورو بيتهم امريكا بالنهية اللي عملت هجمة الكترونية يعني اعتقد يعني كده احنا تقريبا قلنا لحضراتكم اغلبية الاحداث الجديدة اللي على الساحة حاليا ويعني بالنسبة لكل الجديد في الموضوع بتاع الاحداث عفوا والاخبار اللي هي ليها علاقة بالقصة اللي فيها يعني الصراعات اللي حصلة على مستوى كل الدول العربية سواء الجزائر السودان وبرضو اللي حصل في امريكا هذه الايام نروح بسرعة احنا طبعا بنشكر دارة الكرمة النهاردة عشان الحادث الطيارة خدنا يعني حلقتنا نهاردة ساعتين وبكده هنقدر برضو نقول لكم الاخبار البقية معنا بالنسبة لالابتي ومصر بالنسبة يعني كان فيه برضو الحوادث الطرق اللي هي بتاخد الحقيقة ارواح شباب كان فيه المهندس مايكل عاطف 28 سنة كان رح في رحلة مع اصحابه بعربية جاب شروكي ناحية شلالات وادي الريان والعربية اتقلبت بيهم ومايكل توفى ورامي صاحبه اصيب وهو موظف بشركة عقاراته ومقيم في مصر الجديدة ومايكل زي ما قلت لحضراتكم 28 سنة مهندس ومقيم في مصر الجديدة تامر ايهاب 28 سنة ورامز اندريا زاكي 29 سنة تم نقل جسمان مايكل للمشرحة وبنعزي كل اسرته كان برضو تم الاعلان عن انه فيه سيدة وبنتها كانوا برضو تعرضوا لحادث طريق في شارع اسمه جوزيف تيتو في مصر الجديدة ونشروا رواد على مواقع التواصل اجتماعي بطاقتها بس هم الاسف مخبوش الرقم المفروض انه لما تتنشر البطاقات ما يتنشرش رقم القومي بتاعها بس يعني اللي تحصل هي مجدة فخري ايوب عندها 40 سنة هي اساسا من الاليوبية وكانت عملت حادثة على طريق جوزيف تيتو بالقاهرة والاسعاف نقلتها وكان الناس بتنشر ده علشان يوصلوا الاهلها او زوجها ماجد سمير دانيال برسوم على حسب ما هو مكتوف في البطاقة من ناحية التانية يعني اتمنى الكلام ده كان من الصبح اعتقد نتمنى ان يكون وصلوا لها ونتمنى لها السلامة وكل المصابين برضو في الحادث اللي كان راح ده حيطه المهندس مايكل فيعني بصراحة حادث الطرق يعني صعبة جدا في مصر في برضو التحقيقات مستمرة بالنسبة لموضوع الهجوم اللي كان حصل على كنيسة حلوان اللي متهم فيه 11 شخص ومعروف يعني القضية دي اعلاميا بكنيسة مريمينة حلوان شاهد الاسبات العاشر قال ان العمل الارهابي استغرق نحو ربع ساعة حين استمعت استمعت الاطلاق النيران توجهت الباب الكنيسة من الداخل وصارد كل اللي حصل انا مش عارفة بصراحة ليه القضية دي يعني مستمرة بهذا الشكل رغم ان احنا كلنا شفنا الفيديوهات وكلنا شفنا كل حاجة ولكن من الواضح ان هي واخد واخد وقتها بشكل يعني مستفيد جدا في المحكمة ودلوقتي لسه المحكمة جنيات القاهرة بتستمع للشهود واستمعت النهاردة للشاهد العاشر شاهد الاسبات على الواقع فيه كمان ضابط في كنيسة حلوان كان بيقول المتهم كان بحوزته خوزة وسلاح واربع خزن قليل يعني برضو قول لها في اطار التحقيقات بالنسبة لحادث كنيسة حلوان ومريمينة بحلوان ومنتظرين طبعا الحكم على الحداشر متهم في نياحة القمس مرقص السبكي وهو شيخ كهنة ابرشية المنوفية بعد 72 سنة كهنوت بننعيه ونعزي كل شعب الكنيسة كنيسة الشهيد ماري جيرجس مدينة تابعة لابرشية المنوفية وهو من يعني والكهنوتية كانت امتدت لما يقرب ل27 سنة ونيافة الانبى بن يمين مطران الابرشية كان ترقص صلوات الجناز على المتنيح القمس مرقص السبكي كمان كان فيه برضو تذكار شهداء الدير المحر الذكرى الخامسة والعشرين اللي كان فيها برضو موضوع الجماعة الاسلامية لما كانت يعني بتقوم بأعمال ارهابية كتيرة عام 1994 واللي كان راح ضحية هذا الحادث القاب القمس بن يمين المحرق المشرف الروحي على الكليات ركاب الدير المحرق القاب الراهب اغابيوس المحرق والاخ لبيب سعيد يونان من المنوفية وسيف شفيق من منفلوت وصفوة فايز مشرقي من زرابي الدير المحرق وطبعا لن ننسى كل شهداءنا شهداء الارهاب اللي كان في كل الفترة اللي فاتت طبعا زي ما كنت اعلنت على حضراتكم ان كان يوم السبت اللي فات تذكر نياحة البابا كورولوس والحقيقة الفنان يعني ناجي سعد الفنان الجميل يعني جسد شخصية البابا كورولوس السادس وكان راح زار كنيسة السيدة العزراء والكديس ماري جرجس في مدينتي وزي ما حضراتكم شايفين كان في حرص من الاطفال والكل على ان هما يتصوروا معاه ويعني كان الحقيقة الفكرة كانت يعني اثارت حالة بهجة عريمة لكل الحاضرين والكل اللي شاف السور على مواقع السوشيال ميديا يعني فكرة في الاحتفال بتذكر نياحة البابا كورولوس انه الفنان ناجي سعد جسد شخصية البابا في الزيارة مفاجئة لكنيسة السيدة العزراء وكديس ماري جرجس مازال برضو بيانات الدعم للانباء غاصن حيث صدر بيان عن الاباء والوكلاء والسوكورتاريا ومجمع كانت برشيد مغاغة والعدوى لدعم الانباء غاصن ضد الهجمة المعتبرينها ان هي ممنهجة التي يتعرض لها بعد تعليقه على الحكم اللي كان باعدام الاتنين الرهبان المتهمين في مقتل الانباء ابي فانيوس الكنيسة تنتفض ضد شقعات تحرقات المجمع المقدس لعزل البابا توادروس كتير جدا علقوا كتير جدا شفناهم من الاساقفة الفترة اللي فاتت انتهزوا فرصة توجدهم في اي كلمات وحاولوا ان هم يأكدوا انه ما فيش يا جماعة اي حاجة خالص من الكلام اللي تم نشره عن انه فيه تحرق ضد البابا توادروس وموضوع عزله الكلام ده كله وكان فيه الحقيقة من يعني هي قناة واحدة الحقيقة اللي بيتا بوست من الولايات المتحدة الامريكية كانت شنت هجوم عنيف على البابا توادروس في الفترة اللي فاتت وحتى كان كل محد بيبعت لنا يشكوا من القناة دي والموزيع اللي في القناة دي يتقول لهم يا جماعة اولا يقول لك بترفع ضغطنا لما بنشوفها من لهم طب انتوا بتشوفوها ليه يعني كنت بنصحهم ما تشوفوهاش الحاجة التانية انه قدموا شكاوى ضد القناة دي وضد من يقوم عليها للكنيسة وكنيسة هي اللي اتخذ اللازم المهم ان موطرانية الجيزة اصدرت بيان رسمي اشارت فيه الى وجود هجوم على الكنيسة وعلى الرموز والقيم من اجل تبديد الرعية وانه صادر عن جماعة مغرضة تهدم ولا تبني وينصاق وراءها البسطاء من الشعب وكأن الكنيسة والايمان في خطر والانباء ارمية الاسكوف العام ورئيس المركز الثقافي الكبتي الارثوزوكسي اكد ان اباء الكنيسة قلب واحد رجل واحد بمحبة كاملة وانه ما فيش اي حاجة خالص من الكلام ده ما تصدقوش يا جماعة اي حاجة كمان نيافة الانباء سرب من مترانبلوس انجلوس قال ان ما يشاع فرقعات اعلامية وتحدث من وقت لوقت مشيرا الى ان هناك بعض الخلافات في الاراء بين عضاء المجمع المقدس حول بعض الموضوعات ولكن الكنيسة منضبطة ولا اباء كلهم قديسين ولا توجد مجموعة تتأمر وتكتب او تكتب وصيقة لان ذلك غريب عن الكنيسة يعني ممكن يكون في اختلاف في الاراء يعني زي كده صراحة الانباء سربين يعني في وده طبيعي ان يكون في اختلاف عشان كده في مجمع المجمع ده بيكون في اختلاف على الحاجات وفي النهاية يحاول يتفق ويصلوا القرارات مجمعية مع بعض لكن ما يشاع وما يثار واي قناة بتلاقوها ان هي بتشن هجوم على الكنيسة او على البابا ابعتوا لصفحة المتحدث باسم الكنيسة وده اللي انا كنت بقول له لأي حد بيبعت لنا رسائل عن هذي القناة بعينها او اي مزعب عنها فيا جماعة ابعتوا ورسائل للكنيسة وشوفوا الكنيسة هي اللي تتصرف والحاجة النصيحة القوي جدا اللي يضيقوا وبعدوا عنه يعني حتى لو انا لو انا بضيق حد يعني ما تتفرجوش دي ببساطة جديدة جدا لانه ما فيش حد بيتطفق عليه الجميع ولكن اي حد يتدايق من اي قناة او من اي يعني طبعا لو فيها اساءة وشتائم وتلفز وطول التسان على طول يتم الابلاغ يعني ولو فيه برضو جراءات قانونية ممكن تتاخد تتاخد يعني دي الحاجة ولكن الكنيسة بخير ما فيش حاجة خالص ولا تحرقات ولا كلام فادي زي الكلام اللي هو الشيع ده موضوع انه عزل البابا توادرس والكلام الغريب ده كله والغريب جدا على الكنيسة البابا توادرس كلف الانبا دانيال بالاشراف على البحر الاحمر ويعني تكليف الانبا دانيال اسكف ورئيس دير الانبا بولا بالبحر الاحمر ومقرر لجنة شؤون الرهبان بالمجمع المقدس انه هو هيشرف على ايبرشية البحر الاحمر عقب رحيل الانبا سوفيلوس وانه يعني بيقال بناء على التكليف ده انه كده مفيش حاليا رسامة خليفة للانبا سوفيلوس وفيه كمان البابا كلف القمس بولس البراموسي بمنصب النائب الباباوي لإبرشية شرق كندا وبرضو الامر ده اوجد تكاهنات بانه ممكن يتم سيامته اسكف عامل الكنيسة في المهجر فبرضو الكلام ده كله مش مؤكد فيه فنين تاني بقى في كندا واحنا بنتكلم عن كندا بعد رامي مالك لقينا كلام جميل جدا عن شاب ابتي اسمه مينا مسعود ومينا مسعود تم اختياره بطل لفيلم الادن مع النجم الكبير والاسمس وده انتاج ديزني فيعني بنقوله بالتوفيق الحقيقة وانه واضح كده انه عندنا مصريين من يعني هو جزور مصرية اللي هم الجيل الاول سواء امريكي او كندي مينا كندي الجنسية من اصول مصرية ويعني كان بيعيش ما بين كندا وامريكا له شقيقة واحدة اسمها مارجريت وبيعشق رياضة البسبل وركوب الخيل وشارك في اعمال عالمية وسلسلة كرتونية برضو كانت في عام 2011 وحاليا وفي مسلسل كندي كان اسمه اوبن هوب اوبن هارت وكل الحاجات الجميلة دي وبنتمنى له التوفيق ايضا والحصول على جوائز وحاجات برضو جميلة زي ما بنقول ومشرفة جدا لمصر انه يكون فيه شباب زي الفل نسمع جزء من كلام من مينة اشكر كل المصريين وكل العرب اللي اتفرجوا على التريلر بتاع علاء الدين واقول انه انا بعتز جدا انه انا مصري وعربي وان شاء الله هشبكوا قريب جدا ويعكبكوا الفيلم واقول كل سنة وانت طيبين نتبنى له كل التوفيق يا رب وانه يبقى فيه حصول على جواز ويبقى احنا كده يعني نسعد جدا برامي مالك وايضا مينة مينة مسعود عندنا كمان كان فيه بقى مطالب انه او بالفعل كان الكنيسة عفوا النمسا كانت قالوا ان هم هيلغوا اجازة الجمعة العظيمة فالكنيسة الانجلية النمساوية طالبت مستشار النمسا ساباستيان كارتس واعضاء الحكومة بالعدول عن قرار الغاء اجازة الجمعة العظيمة والبيتر كرومر المتحدث باسم السنودس الانجلي في النمسا قال ان مطلب الكنيسة البروتستانتينية لا يتعلق بالدفاع الامتيازات بل هو حل سليم وغير تمييزي بانه يأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الاقليات وجماعات الدينية وان السنودس الانجلي غاضب من التصرحات التي قدل بها المسؤولون الحكوميون حول الانجليين باعتبارهم طائفة صغيرة غير مؤثرة فيعني ده برضو من الاخبار اللي كانت عاملة جدل شوية في النمسا انه ألغوا اجازة الجمعة العظيمة والكنيسة الانجلي هناك بتحاول ان هي تخليهم يعني تسنيهم عن هذا القرار او يتراجعوا في هذا من هذا القرار اليومين اللي فيته برضو كنت قلت لحضراتكم ان احنا تسعة مارس كمان كان تم اختياره انه يكون يوم يوم الشهيد وهو يعني ذكرى غالية بالنسبة للقوات المسلحة والرئيس السيسي شارك في احتفالية يوم الشهيد وقرم عدد من المصابين واسر الشهداء ودي كانت الندوة التصقيفية التلاتين للقوات المسلحة تحت عنوان شهداءنا في قلوبنا احتفالا بيوم الشهيد من اللقطات اللي كانت قوية جدا او يعني الوقفات الكتير وقفوا عندها بالنسبة ليوم الشهيد وهو يعني انه الرئيس السيسي نزل هذه السيدة الكبيرة الجميلة واتكلم معيها ومن الحاجات برضو الجميلة هو موضوع انه برضو كان فيه والد الشهيد ابا نوب تم تكريم اسرة الشهيد ابا نوب ووالده رضا راغب تاكلة والد الشهيد مجند ابا نوب تاكلة قال انه هو تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال على هامش تكريمي خلال فعليات النادوة التسقفية التلاتين وقال انه الرئيس السيسي لما تحدث معه سأله عن مطالبه فالحقيقة الاستاذ رضا قال انه عنده مطلبين وبطالب بيهم من شهر تسعة الماضي ولم يتم الاستجابة رضا قال ان ابنه ابا نوب بيستشهد بتاريخ تسعة 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 الفين وطمانتاشر وقال انه احنا تبع مركز دي كيرنس بنطالب من وقتها المحافظة باطلاق اسم ابني على مدرسة ولكن لم يتم الاستجابة لنا حتى الان وقال لهم يعني وقال ان هو صرح انه الرئيس السيسي وعده بانه يحل الامر ده المطلب التاني كان متعلق باستكمال بناء مستشفى نيجير التابع لقرية مركز دي كيرنس ايضا لقرية تابع مركز دي كيرنس والحقيقة برضو رضا قال انه في حد تابع الرئاسة تواصل معاه وسجل المطالب دي للعرض بشكل تفصيلي على الرئيس وانه هيعود الاتصال بيه موجها الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي كان له كلمة في الندوة التصقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وصفحة الرئيس السيسي عبر فيسبوك نشرت بابرز التصرحات التي قدلها الرئيس خلال الندوة التصقيفية الرئيس في السكة الحديد اعتقد كده يا جماعة بالنسبة للحادث السكة الحديد اللي حصل فيه وفاة 22 متأثرين بالحريق وايضا اصابة حوالي 40 كده الموضوع اللي كان يعني الرسمي هو انه الشخص ده كان بيتعاطى المخدر وانه هو المتسبب وانه اللي هما دلوقتي يعني ما فيش اي شبهة لعمل مدبر ولا ارهاب والرئيس من خلال هذا الحادث اصدر قرارات مهمة جدا بالنسبة لتعاطي المخدرات فقال لك كده ان احنا مش هيسن انشان نسمح ان يكون فيه الاهمال ده وانه هيكون هناك تطبيق لفحص دقيق ومن يثبت تعاطيه سيتم انهاء خدمته فورا مش وقف عن العمل ستة شهور لا انهاء الخدمة الرئيس قال كل المدن الجديدة لا يتم انشاءها من ميزانية الدولة ولكن يتم استغلال اراضي بتجهز طرق وطرح للبيع حتى يتم الحصول على اموال يتم من خلال انشاء المدن الجديدة حجم الخسارة اللي ترتبت على مشاهدته الدولة من احداث من الفترة من 2011 لغاية 2015 حجم ضخم سنظل ندفع ثمن كبيرا في استعادته لان الناس انا زيك لم يكونوا على دراية بحجم تأثير مواقع التواصل اجتماعي في ادارة هذه الازمة برضو اعتبر ان مواقع التواصل عملت كتير واثرت انا لا اخشى عليكم من الخارج ابدا انا اخشى عليكم من الداخل اخشى علينا من الفصنا ودي احسن عبارة الحقيقة يعني انه دايما الداخل بيكون هتبقى عداء انفسها هو ده المشكلة فدي من احلى الجمل حال اللي عجبتني للرئيس في الندوة التسقفية بيقول اذا كان هناك من دفع حياته ثمن لاجل هذا الوطن فاكل ما يجب علينا فعله هو الحفاظ على هذا الوطن هناك من فقد حياته اثناء اداء واجبه من الجيش او الشرطة حتى الكنائس والمساجد كل دي كانت اهم التصريحات اللي قدل بها الرئيس السيسي خلال الندوة التسقفية لكن ايه اللي حصل مهم جدا في خلال هذه الندوة هو ترقية اللواء كامل الوزير وانه مش اشاع يا جماعة ان اللواء كامل الوزير هو اللي هيترقص وزارة النقل بالفعل الرئيس قال له تسمح لي ارقيك لردبة فريق وانه كمان كلفه بوزارة النقل الحقيقة ودي ممكن كانت من الحاجات اللي يعني زي ما بنقول هو قال ان من ضمن الشقعات اللي ظهرت عقب حادس محطة مصر واستقالة وزي ان الرئاسة قررت تعيين لواء كامل وزير بوزارة النقل وقالوا اننا بنتحايل عليه بقالوا خمسة أيام واجهة تساؤلوا كامل الوزير هو احنا عندنا في الجيش بنتحايل على حد يا كامل واكد الرئيس انه عرض على الوزير تولي حاكمة النقل وكان رده انا تحت رجل مصر في اي وقت وانه تأخر الاعلان كان بيرجع الى ضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد في حين ان المجلس حاليا كان في اجازة مؤكدا انه عقب انتهاء تلك الاجازة يعرض الامر على البرلمان وحين الموافقة يحلف اليمين ويبدأ عمل وبالفعل هذا ما تم وقال السيسي انه بقراره هذا يمنح مرفق النقل واحدا من افضل ضباط الجيش ولا يعني ذلك ان من سبقوه لم يكونوا اكفاء ولكن التحدي كبير والناس بتستعجل النتائج قلنا كامل الوزير يتولى الامر والهيئة الهندسية فيها ضباط والسيسي قال انه بحلول يونيو عشرين تلاتين ان شاء الله هنرى مرفق مرفق النقل كالجديد ووجه الرئيس السيسي كلمته لكامل الوزير انا بقول على الهواء يا كامل لكل الدعم من المصريين عشان تنجح تنجح المرفق ده ولو انت عايز ضباط من قدارة المركبات والمدرعات والمهندسين لصالح الورش انا ما عنديش مشكلة ومحدش هيبخل عليك انا خلصت مشكلة الكهرباء والغاد والطرق بفضل الله فاضل مرفق النقل وباقي النتائج اللي بتمنها من الاصلاح الاقتصادي اللي كان نابد نمشي فيه لو كنا فاهمين قضية بلدنا صح تزعلهم السيسي تكرهوه ما يهمنيش اهم حاجة البلد تعيش دي كانت تصرحات الرئيس السيسي بالنسبة للاعلان عن هذا الامر ومجلس النواب وافق امس بالاجباع على تعيين كامل الوزير وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات اللي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية فبراير الماضي وكامل الوزير عقب اداء اليمين قال ان هو يبذل اقصى جهد لتطوير شبكة السكة الحديد مصر العربية رقم 134 لسنة 2019 قرر المادة الاولى يعين السيد المهندس كامل عبدالهادي فرج الوزير وزيرا للنقل اقصب بالله العظيم ان احافظ مقلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستورة والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ارادية وبالفعل اتعهد كامل الوزير بانه هيكون فيه اتخاذ بس لأقصى جهد لتطوير شبكة السكة الحديدية اتخاذ التدابير الخاصة بتعزيز معايير معايير عفوا الامن والسلامة بسكة الحديدية وتطوير السكة الحديدية بشكل شامل لأهميتها وتأثيرها بشكل مباشر على الحياة اليومية المواطنين مواصلة تطوير الشبكة القومي للطرق على مستوى الجمهورية والاتزام بالخطط والبرامج الزمانية المحددة والاعتماد على الانظمة الالكترونية الحديثة وبالفعل بدأ الفريق كامل الوزير عمله في وزارة النقل باستقبال سلفها الدكتور يشام عرفات في عملية تسليم وتسلم للمهام وللاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير منظومة السكة الحديدية وأيضا الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية والتموين كانت تحدثت أنها قالوا أنه بتحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات وأنه كانوا بيقولوا استثناء أصحاب المعاشات في الجيش والشرطة القضاء من حذف البطاقات التموينية موضوع البطاقات التموينية كان عليه كلام كتير القوات المسلحة النهاردة اعلنت عن القضاء على ستة واربعين إرهابي وتدمير خمستاشر وكر شمال ووسط سيناء وده كان فيه أيضا بيان رسمي تم إعلاني على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة وكان كان فيه تدمير عشرة فتحات أنفاء وتفجير عبوة وتفجير 200 عبوة ناسفة كل ده كان إعلان من القوات المسلحة فيه بيان لها اليوم فيه كمان بصراحة بقى فيه حاجة كده كيتمستفز شوية اليومين اللي فاتوا وهو فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظ الضبط إرهابيين متنكرين بالنقاب حول الهروب لليبيا وتفرجوا حضراتكم عاملين القهل إزاي فعنيهم وللأسف منهم اتنين من سهاج يعني سعيدة المفروض سعيدة الجدعان وشوفوا المنظر لحضراتكم بعد ما تم ضبطهم والتسجيل معاهم في ليبيا وبيسألوهم مين اللي قالوكم وانتوا أسميكم ايه خلينا نسمع جزء من الفيديو ده مين اللي عمل لك جاءلك تعمل كده شو يا خدي عال شو نسمعك عال 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 وين تسكن صحيح ومين اللي جاءلك تعمل كده عال ده يا جماعة النقاب يعني عشو تشوفوا بس حضراتكم وان هم ازاي بيتخففوا النقاب ويعملوا جرائم مش بس كده انتشر اليومين اللي فاتوا على موضوع النقاب مجموعة من التمريد كانوا في مستشفى وكلهم منقبات ولبسين اسود وكان برضو حاجة يعني صعبة جدا جدا يا جماعة يعني بصراحة الموضوع ده يعني ما يتسكنش عليه يعني دلوقتي وكان فيه برضو مدير او رئيس قسم في احدى المستشفى كان عمل مدخلة مع المزيع وبيقول لها انه احنا النهار ده لما يبقى الممرضات دول بالنقاب ولا ايه ولا عشان نقول وقال لك ان حصل على ما ده مش عارف ست شهور ان ممرضة منقبة كانت اختها هي اللي كانت بتيجي مكانها لانا معرفش هي الاخت دي اللي هي المفروض متعينة كممرضة معرفش كان جريلها ايه فالحكاية دي في منتهى الفضاء وبالنسبة بقى لوزارة الصحة احنا كان عندنا حاجتين بس خليني ابتدي بالحاجة الحديثة وانه جانا خبر منذ قليل على انه الحقيقة انه تم التراجع عن اقالة الدكتور جمال شعبان والحقيقة يعني دي برضو كانت الجهات عليا تحقق في اقالة الدكتور جمال شعبان وكان فيه زي ما بقول لكم كده اتقال انه قرار سيادي بعودة هشام عفوا جمال شعبان لمنصبه مديرا لمعهد القلب والجزاوي احمد عشور الجزاوي مجموعة نجحنا قرار سيادي بعودة الدكتور جمال شعبان لمنصبه مديرا لمعهد القلب بعد تدخلات كبرى من الشرفاء وإلغاء قرار وزيرة الصحة ولكن وزيرة الصحة دي ايه الاخبار وطبعا البرلمان برضو كان بيطالب انه يكون في تحقيق في الموضوع ده علشان خاطر نعرف ايه اللي عملته وزيرة الصحة دي في الامر ده لانه طبعا هيكون في تحقيقات واجهات عليا ستحقق في اقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب كمان كان فيه فيديو انتشر ده يعني كان حاجة الحقيقة مسيئة جدا جدا كان في مركز امراض كبد في الزقزيق والستهنم الموظفة مقاعدة الناس على الارض وبتعاملهم اسوأ معاملة والناس كانوا قاعدين ليهم ساعة ولا ساعتين بالمنظر الصعب ده اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ركعهم على الارض وطبعا يعني مش عايزة تستلب منهم اوراقهم ده مركز لعلاج امراض الكبد وجات بقى واحدة راحت مسكة الموبايل ومتصورة وبيقولوا لها ما تيجي تصوري من هنا والتاني ده يعني بصراحة يعني خلينا نسمع وطبعا لما عملت بقى الموضوع ده وطلعت الموبايل علشان تصور الواقع دي الناس بقى كلهم بدأوا يصوروا على المشهد ده لا بطول ليه هو انا هتجاوزك هتجاوزك اخذ صورة بطول ليه نعم اصور من الباب اعمل ايه بالباب هو المواصف على الباب وانا قدام على الشباب المواصف على الشباب ولا على الباب اه نعم 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 بصور ايه بصور اللي بيخزي تقوله ممنون الشغل والشغل اللي لسه مخلص معاديك الساعة خمسة توقفي شغل الساعة خمسة وقفي دلوقتي لا مش عاجبني طبعا الدكتور جمال سلامة مدير فرع تأمين الصحي محافظة الشرقية ردخل الضغوط اللي مرسها ضد محافظ الاقليم الدكتور ممدوح غراب ومسؤولي الهيئة العامة للتأمين وقرر ايقاف بطلة وقاعة فيديو الاهانة كما قرر ايضا ايقاف الدكتور سامح عبد المنعم متولي مدير مركز علاج الفيروسات الكبدية وحليتهم للتحقيق يا جماعة دلوقتي اللي هو ثقافة انك انت اي حاجة كمواطن مصر تشوف اي حاجة غلط من فضلك فعلا طلع موبايلك وصور علشان فعلا ينتهي كل هذه المعاناة اللي الناس بتشوفها في اماكن كتير جدا جدا وتنتهي تسلط الموظفين بهذا الشكل البشع يعني بصراحة في كمان كان عندنا بقى يعني اليومين يعني كان في كذا فيديو مؤجلين بس انا حاول اشوف كده حضراتكم بالنسبة يعني هنأجل موضوع الحاجات اللي فيها القطر لكن كان في انيابة الادارية احالة تلاتة مسؤولين بمستشفى بنها للمحاكمة في كارسة سقوط مسعد في 2018 فاكرين المسعد المصنصير اللي وقع في مستشفى بنها فتلات مسؤولين بمستشفى بنها احيله للمحاكمة فيه كمان كورنيش النيل بأسوان غرق بالكامل قبل ايام من بدء مؤتمر الشباب للسيسي بأسوان وكان فيه برضو مأساف أسوان قطع المياه خمسة وعشرين ساعة محافظة أسوان بالكامل بصوا المنظر يعني والماء تطقطع وليغرق الدنيا دي كلها يعني برضو كان الاهالي الحياة بيشتكوا فيه كان اعتداء على شخصين على ايدي ضابط قسم اول مدينة نصر ويعني الحياة كانوا برضو قالوا انه الاعتداء ده الصور انا اسفة صعبة كان بسبب بنت والنهاية اللي عملت فيهم يعني راحت ضابط الزابط وخليته ويعتديوا وكصص كده صعبة جدا وازا كان فعلا موضوع زي كده انه يكون اتحرك الضابط ده وتم الاعتداء على الشخصين دول باعاز من هذه الفتاة يعني من بنت كده تبقى احنا يعني صعب جدا الوضع فيه كمان يعني دي الاخت اللي كاتبين عنها ان هي اللي حرادت وهي اللي راحت للضابط اللي خلاها يجيب بلطجية ويعتدوا على هؤلاء الاشخاص فيه كمان دلوقتي عندنا جريمة الحقيقة غريبة جدا يا جماعة اولا اعتداء زوج وعائلته على زوجته وقصرتها وده كان الحياة انتشر وعمل صادة كبير جدا جدا ويعني بيوريكم قد ايه برضو العلاقات الاسرية اللي بازت اللي تخلي يعني اسرة الزوج ده وكلهم اعتدوا على البنت دي واسرتها حاجة تانية بقى انه كان فيه حدثة مقتل طلت اطفال والحدثة دي كانت من سنة ونص وانه الغريب بقى في الواقع دي يا جماعة ان انتو الام هي اللي كانت شاركة الاب ده فقت للاطفال ومعاها مرات الاب وبعدين الام متفهمش بعد سنة ونص اللي خليها رايحة وتبلغ عنه الغريب في الموضوع ان هما لما راحوا فتشوا البيت لقوا ميموري كارد عليها توصيق للجريمة اب يعني والد اطفال اب يقتل اطفال والتلاتة وقلقى بجساسهم في الرشاح ويقولك ايه بقى احنا مش هنقدر نطلع جساسهم وطبعا مش هتقدروا تطلعوا جساس جساس ايه اللي انتو هتطلعوه بعد سنة ونص بس الغريب زي ما بقولكو ايه اللي خليها ان هي بجت تتبلغ عنهم في الوقت ده وكمان انه يبقى فيه فلاش ميموري عليه مقطع الفيديو لحظة ارتكاب الجريمة ووضعوهم داخل شوال عشان يروح يرميهم تلات اطفال حاجة طبعا صعبة الجريمة دي يمكن عاملة قلق شوية اليومين دول وفيه جرائم اخرى ولكن يعني الحقيقة ربنا ربنا يرحمنا يعني فيه برضو حاجة نعايزة اختم بيها يا جماعة صعب جدا ان انت لو عندك فار في بيتك ان انت تبتدي تحط له سم وانت عندك اطفال وتحط السم ده بيبقى متاح للاطفال فيه مصيادة اسمها مصيادة فران فران هل تتخيلوا انه ام يعني شوفوا المعناية بقى هي عندها 28 سنة بقرية اسمها سمدون في اشمون عندها دخلها فار في البيت او عندها فران عشان تتخلص من الفران حطت السم في اماكن مختلفة عيالها راحوا وخدوا الحاجات اللي فيها السم دي وكلوها والعيال توفوا تخيلوا بقى اللي بيحصل تلت اطفال يتوفوا بسبب ان الام عايزة تقتل الفران الاهال يشيعوا جسامين الاطفال ارجوكوا يا جماعة خلوا بالكم ولازم الحاجات دي تبقى بتتعانى البحرس مش عشان اقتل اطفال اقتل الفران اضحي بولادي او اتصرف بشكل مش كويس يعني فربنا يعني بجد ربنا يرحمنا انا كان نفسي اختم بحاجة كويسة ولكن للأسف الاحداث دايما بتكون صعبة لكن نصلي من اجل كل قسر ضحايا الطائرة ومن اجل كل قسر ضحايا الاطفال اللي كانوا في تونس وكل ضحايا الحوادث اللي بتحصل ويا رب سلام في العالم كله وقالكاكم على خير ان شاء الله والاربع وحلقة جديدة ومورايا الاحداث الى اللقاء اشتركوا في القناة